السلام عليكم شابي بازينا إن شاء الله كامل تكونوا بصحة جيدة اليوم راح ندخل حصة رقم 24 راح ندير فيها حلول ثم تمارين توليد إشارة سعب استخدام بوابات CMOS زايد هديتين في نهاية الفيديو قبل مشاهدة حصة رقم 24 مستحسن مشاهدة حصة رقم 23 توليد إشارة سعب استخدام بوابات CMOS هذه الحصة مقسمة إلى ثمانية تمارين كل تمارين عندكم توقيت انتعه تمارين اللي أعجبك اختار توقيت انتعه تمارين الأول ثاني ثالث ثرباء ثم تمارين خامس تمارين سادس تمارين سابع تمارين ثامن وآخر حاجة اللي هي هديتين كل هدية بالتوقيت انتعها هذه هدية الأولى هذه هدية الثانية هيا جماعة نبدأ بأول تمارين تمارين رقم واحد في تمارين رقم واحد أعطانا فيها ربع أسئلة السؤال الأول قال لكم ما وظيفة هذا التركيب السؤال الثاني قال لكم هل يوجد خلل تقني في هذا التركيب وماذا تخترح ان وجد هذا الخلل سؤال ثلاثة واش قال لكم؟ قال لكم احسب القيمة المقاومة للحصول على إشارة تواترها 10 هرتس وآخر سؤال ماذا قال لكم؟ قال لكم أرسم إشارة الخروج في صورتي بدلالة الجهد المكاثفة في سي هيا جماعة واش مطلب منكم؟ وقفوا الفيديو وحاولوا في تمارين ومبعدها شغلوا الفيديو وشوفوا المحاولة انتعكم نبدأ في الحل تمارين أول حاجة هذا وشي هو هو تركيب عبارة عن تركيب وظيفته توليد إشارة ساعة باستخدام بوابات منطقية نافة CMOS وانتلقى الزوج بوابات منفية سواء النوت سواء النند سواء النور معهم مقاومة لتعطل زمن شحن التفريق ومعهم المكثفة للشحن التفريق احنا وش نقول هذا تركيب وظيفته توليد إشارة ساعة وبما أن المقاومات الموجودة هنا مقاومة ثابتة إذن هذا التركيب وشو وظيفته توليد إشارة ساعة ثابتة إذن نجاوب على السؤال الأول وظيفة هذا التركيب هو توليد إشارة ساعة باستخدام بوابات نافي CMOS بالضبط هذه البوابات نوت وهذه الإشارة الدورية حتكون ثابتة لأن المقاومة تشحن والتفريق هي مقاومة ثابتة هذا بنسبة لسؤال رقم 1 سؤال رقم 2 وش قالكم هل يوجد خلل في هذا التركيب وماذا تقترح نعم يوجد خلل في هذا التركيب وش هو السبب في الحصة الماضية في المستوى المتميز عرفنا باللي نقطة هذي A في لحظة معينة يرتفع الجهد تحت 3 على 2 VDD وهذا الجهد قادر يتلف البوابة نوت إذن بن نحم هذه الدارة وش لازم نزيد مقاومة أخرى وش وظيفتها تحديد الطيار لحماية المدخل بوابة نوت إذن نشكره نعم يوجد خلل بسبب ارتفاع جهد المدخل بوابة واحد والذي هذه البوابة هي المدخل والذي يصل جهدها إلى 3 على 2 VDD ولحماية هذه البوابة يجب إضافة مقاومة الحماية إذن نرسم هذه المقاومة كما شدوها ونسميها هكذا وش ولا عندنا تركيب ملح هذا تركيب ميصادف وش مشكلة البوابة هذه مقاومة 2 إذن الحل وهو إضافة المقاومة تربط بالمدخل بوابة رقم واحد وهذه البوابة رقم واحد هذا بنسبة سؤال رقم 2 رحوا لي بعدها سؤال رقم 3 جمعا سؤال رقم 3 قالكم أحسب قيمة المقاومة للحصول على إشارة تواترها فش يسوي 10 هرس جماعة خي تفهمنا يجيك أي سؤال في دارة توليد إشارة الساعة أول حاجة أول حاجة تخمم فيها أنك تخرج عبارة توليد إشارة الساعة وكما قلتكم من قبل لازم تعرفوا تعاملوا مع الأسئلة يعني شوفوا التركيب وش وظيفة تعوه وبعدها خمم في الأسئلة الجيه كما هذا التركيب وظيفة توليد إشارة الساعة يعني أحمد لي دور T مع أنتها أول حاجة نخمم نخرج عبارة دور T وبعدها نحوز على المجاهل لو كان يطلب منك R تحسبها ولا C ولا T ولا A هكذا لو كان يعطي لك مثلا تركيب وظيفة تأجيل خرج عبارة تأجيل هي الأولى وبعدها روح حوز على المجاهل كما هنا أعطينا هذا التركيب توليد إشارة الساعة أول حاجة نخمم فيها قبل ما نروح نحسب القيمة المقاومة نخرج عبارة دور T نخرج عبارة دور T يا جماعة وش لازمنا؟ نجيبوا نقطتين مساعدتين النقطة هذه نسميها X اللي هي مخرج آخر بوابة اللي تربط V صار T والنقطة الثانية اللي هي النقطة الوسطية بين البوابتين دي ما نسميها Y هكذا هذه النقطتين حيساعدون بخارج عبارة دور T مهما كان تركيب معاقد من شحن غلطي من بعدها في ورقة المحاولات اكتب هذه العبارة دور T وش يساوي يساوي مقاومة مكافأة أثناء زمن تياش ولا نسميناها مقاومة مكافأة أثناء الشحن وبصح الكلمة الادقة جمعها هي المقاومة مكافأة أثناء الزمن تياش هكذا زايد المقاومة مكافأة أثناء الزمن تيال والله أنا سمي تاه على كم حصة الماضية المقاومة مكافأة أثناء الزمن تفريغ هذو كامل من مبين قوسين في سعة المكثف المكافأة كان مكثفة واحدة الكل في واش في آلان ثلاثة وحصة الماضية برهلناها في المستوى المتوسط عرفنا من الأهدار الآلان ثلاثة مين تدرككم يهمش مين جان الان ثلاثة وين شوف بوابات سياموس أعرف باللي تدرب في الان ثلاثة من بعدها واش معناتها المقاومة المكافأة اثناء الزمن تياش واشي هو اتبع مسار تيام من اكس الى ايقرق معناتها جيب ستيلو وابدا ارسم ارسم حتى تدرسل ايقرق المقاومة اللي مر عليها ستيلو اذاك بلون الاصفر ولا اللون اخضر تدخل في الشحن صحيح هذا بنسبة لتياش اما مقاومة المكافأة اثناء الزمن تيان اخدم بالعكس جيب ستيلو وابدا ارسم اتبع مسار تيام من واش من ايقرق الى اكس معناتها جيب ستيلو ابدأ من ايقرق حتى انتوصل اكس معناتها تمشي مع العقارب الساعة المقاومة اللي مر عليها تيام تدخل في زمن التفرق في ساعة المكافأة في الان ثلاثة ولا تحب الدور تكتب بطريقة اخرى واش تقول تياش واش يساوي تياش زيت تيام تياش ماذا تساوي تياش تساوي مقاومة المكافأة أثناء الزمن تياش في ساعة المكثب في آلان ثلاثة وتيال واحد تيال وش تساوي تساوي مقاومة المكافأة أثناء زمن تيال في ساعة المكثب في آلان ثلاثة وكي تجمعهم تخرج لنفس العبارة يعني أنت عندك الحرية أخدم بالعبارة لتساعد وهذه هي أحسن عبارة وهذه تكتبها جماعة في محاولة صحيح بعد ما خرجت هذه العبارة أرواح نخرجه عبارة دور T اللي حتكتبها في وثيقة الإيجاب إذن T ماذا يساوي هاي نبدأ وش يساوي يساوي المقاومة المكافأة أثناء الزمن تياش كيف نخرجها جيب ستيلو وبدأ من نقطة X وارسم حتى توصل Y أنا احنا نرسمها لكم بستيلو الأصفار شوفها معي راح نبدأ من X بهذا الشكل نمر على عبر مكافأة حتى نوصل Y إذن وش كون هي المقاومة الداخلها أثناء الزمن تياش هي المقاومة A إذن هاي بش نكتبو نكتبها بلون الأصفار تساوي A هي المقاومة المكافأة أثناء الشهر صحيح كملتها دركوا زيد واش مقاومة المكافأة أثناء تفريغ ولا الزمن تياش إذن واشي هو نجيب ستيلو بلون آخر ونبدأ نرسم نبدأ من Y حتى نوصل X شاه نجيب ستيلو بنافسجي كيف هنا يمر تيار يمر بهذا الشكل وبعدها يروح للمكافأة حتى نتوصل X واش راكم تلاحظوا هذا تيار مر عبر مقاومة A إذن مقاومة التفريغ ولا مقاومة مستوى الأدنى هي R شفتوا جمعها ليدة هاي بلون الأصفار معنتها خاصة بالشحن ولييدة هاي بلون البنافسجي خاصة بالتفريغ كملنا المقاومة المكافأة أثناء زمن تياش وكملنا المقاومة المكافأة أثناء تيار ذوكو شبقنا في سعة مكثيفة فاصي في ألان ثلاثة من بعدها هذه الدورتي تكتبوه في الوثيقة الإجابة من بعدها ذوكو تسأل واشي هو السؤال واشي قال لك السؤال سؤال واشي قال لك أحصب قيمة المقاومة للحصول على إشارة وترها 10 هاس واش مطلوب منك تتخرج المقاومة R صحيح جمعها واشاكم تلاحظوا مقاومة المكافأة أثناء الشحن تساوي المقاومة المكافأة أثناء التفريغ هذه تشحن بR وتفريغ بR إذن واشي هو النوع الإشارة؟ إشارة مربعة صحيح كمها هذه بلون الأصفر مقاومة الشحن خرجتها وهذه بلون البنافسجي مقاومة التفريغ واشاكم تلاحظوا وتساوينا هنا هذا التركيب واشاحمد لي إشارة مربعة إذن هنا واش نكتب إشارة مربعة لماذا؟ لأن المقاومة المكافأة أثناء الشحن تساوي المقاومة المكافأة أثناء التفريغ صحيح من بعدها نرجع للسؤال تعنا نجمع هذا واشي يولي إذن دورتي واشي يساوي 2R في سي آل ثلاثة إذن دورتي يساوي 2R في سي آل ثلاثة هذه عبارة الدور الكلية ثقم بعضنا نرجع للسؤال تعنا واشي قال لك أحسب مقاومة R المقاومة هي المجهول إذا واش حالة له لخرجة عبارة الدور الاحتمال الثاني واش لازم نخرج عبارة المجهول نتعاملوا ديما نخدمون بالعبارة آخر حاجة نخمم فيها هي تطبيق عدد إذن R واشي يساوي؟ ثنين وسي آل ثلاثة وكل مضربة في الآن كنا نقول هالطرف الثاني تولي قسمة إذن R ماذا يساوي؟ يساوي دورتي على ثنين سي آل ثلاثة هكذا جماعة جماعة اللي قيت عبارة دورتي عبارة المقاومة R بصح هو ما أعطى ليش دور؟ أعطى لي T على بالكم تي وش يساوي؟ يساوي واحد على F أخي على بالكم دور يساوي مقلوب لا في ركز إذن T كن عوضوها واحد على F واش تولي هذه القيمة؟ واش تولي تساوي؟ تولي تساوي واحد على F ها واحد على F هي دورتي صحيح تساوي واحد على اثنين FCCNN3 وليه يجب مشكلة جماعة قادر يروح يحسب دورتي تي وش يساوي؟ يساوي مقلوب A في ساوي واحد على عشرة ويساوي ساوي فاصل واحد ويعوضوا هنا يعني بلا ما يكسر رسم صحيح بعد ما يلقي تبليد R يساوي واحد على اثنين FCCNN3 هي عبارة مجرد وش نديره؟ تطبيق عددي إذن وش تساوي؟ وش مطلوب منكم؟ مطلوب منكم تحسبوها انتوما وتكتبوها لي في صندوق التعليقات تجمع ليكتبو التعليق تاعو كل شخص رح يشوف التعليق تعزمي له إذا كان صحيح يدلوا لايك إذا كان غالط يصحح له بها يكون عمل جماعي منظر هكذا وفي ناس الوقت ما تنسوش ديروا لايك القناة انتاعي هذا بنسبة لسؤال رقم ثلاث والوحدة على المقاومة لازم تخرجها بوحدة دولية A صحيح رياض رياض رح سؤالي بعده سؤالي بعده ما قالك؟ قالك أرسم إشارة الخروج في صورتي بدلالة جهد المكثفة صحيح وشتركت لحظة رياض هنا أعطى لك زوج منحنانية بيانية منحنة الأول جهد بين الطرفين المكثفة بدلالة الزمن ومنحنة الثانية في صورتي بدلالة الزمن صحيح كيف أنا أعرفوها؟ ركتش فكرة خرجنا الإشارة الساعة توليد إشارة الساعة باستخدام N555 رياض محصورة مبين 2 على 3 VCC و1 على 3 VCC في التوليد إشارة الساعة باستخدام CMOS محصورة مبين BDD على 2 وناقص BDD على 2 من بعده وش نديره؟ وكأنه نتخيل المكثفة تشحن وبعدها نتخيل المكثفة تفرع تبقى المكثفة محصورة والله متأرجحة بين BDD على 2 وناقص BDD على 2 يعني أول حاجة نبدأ بها وكأنه هي الشحن اشتريها هذه أنا سميت هلكم شحن من في الحصة الماضية وش عرفنا؟ هذه قبل الليها السلبة هي تفرغ العكسي وهذه لها موجبة وش هي الشحن العكس صحيح من بعدها كنوصل BDD على 2 وش تولي المكثفة؟ تولي في حالة التفرغ رحوا ناقص BDD على 2 من بعدها كنتوصل ناقص BDD على 2 وش نسميهم؟ وش نسميهم؟ نسميهم جهود العترة ناقص BDD على 2 سميهم جهود العترة تفاهمين عليها؟ إذا نكتبوا BDD على 2 وناقص BDD على 2 سميهم جهود العترة هنا وش خدمت؟ خدمت الجهد بين الطرفين مكثفة رياض ماين تقولون؟ ما قال لي؟ قال لي الجهد العترة صارت صحيح رياض في الانne 555 ما تكلاحبه؟ ما يقابله؟ ما يقابله؟ ما يقابله؟ ما يقابله؟ زمن المستوى المخفض هنا في الـ وكأنه هذا الشحن يقابله مستوى الأدنى شاعة ٢ وهذا لك ثم تشوفوا في التفريق وشي قابلوا قابلوا وشي يساوي 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 شحن المكثفة وشي قابلها زيرو إذن بما تنسوش رسم مجمعه رسم المنحنة باستخدام سيا موس عكس رسم تعوش باستخدام او خمسمائة وخمسة وخمسة تفاهم عليها رياض هذه سهلة مجيس سهلة هذا رسم مجمع قادة يجيكم في أي سؤال في البكالوريا رياض هذي وش نسميها هذا سهل موش نسمي نسميه تيال زمن مستوى الأدنى بسكو صورتي يساوي زيرو وهذا اللي مننا وش نسميه نسميه تياش بس كل صورتي وش يساوي 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 واحد منطقي وهذا مجموع تيحام وش يساوي دارتي ما تنسوش أجمعك يطلب منك رسم أرسم تيال وتياش وتيال هي زمن مستوى صفر منطقي وتياش هي زمن المستوى العالي اللي هو فيدي والدارتي هو المجمع تفاهم عليها رياض تخيل لو كان يعطيك منحنة واحد وفيه في صورتي وفيسي يعطيك منها في نفس منحنة واحد كذا نسميه في هذه الحالة لو كان يعطيهم لك في منحنة واحد طريقة بسيطة وش هي أولا مش لازمنا نسميه رياض خلنا نسميه شحن التفرير شحن التفرير الراس ما لك لي في عديمه هكذاك ومي بي ما هي ثابت في بو با تسيا مش ثابت بس قادر يعطي لك بسورتي وفيسي منحنة واحد ايضا مو في نفس المنحنة في هذه الحالة لكي تبدأ تبدأ بشحن التفرير خلنا نبدأ من مكثفة المكثفة ما بين وش هرياض خلنا ما بين ناقص فيدي على ثنين وفيدي على ثمين في هكذا هاني سمتهم بعدها وش نبدأ نبدأ في الشحن المكثف نبدأ بالشحن الأول وليس هاورا الشحن بعدها تفرير فريق شح من بعدها وش نخرج نقاط العتباء صحيح هنا وش خرجت رياض خرجت الجهد بين الطرفين مكثفة ودخون شو بقاعدة رياض بقاعدة في سورتي اذا بما انه مكثفة رأي تشعن في سورتي وش يساوي يساوي زيرو ها زيرو بما انه مكثفة تفارق هنا تتبدل كل منصة جهد العتباء يتبدل في سورتي شوفوا ان طلعتوا طلعتوا هذه النقطة اللي هي في سورتي باسكو يساوي في دي دي صحيح بعدها نكملوا كي تصل نقطة للعتباء يزيد تعاود تبدل وبعدها تبقى صغيرة وكي تصل نقطة هذه تعاود تطلع وهنا وش نكتبو في دي دي هذا بدي سبا غسم تاع في سورتي بدل مع جهد بين الطرفين المكثفة لكان يعطيهم نفي منحنة واحد اذا هاد وش نسميوها رياض هذا سورتي يساوي تيال راح في حالة سيفر منطقي اذا نسميو تيال وهذي بسورتي يساوي في دي دي وش نسميو تياش صحيح ومجموح موش نسميهم الدور هذه هي الاسئلة جمعة بالنسبة لو كان يقول لك ارسم لي البسورتي وجود بين الطرفين مكثفة هكذا نكمله نكمله رجاء راحوا تمرين رقم اثنين عكذا في تمارين رقم اثنين وش قالنا اعطانا هذا التركيب سؤال لوجه قال لك ما وظيفة هذا التركيب سؤال الثنين ما وظيفة المقامة المتغيرة سؤال ثلاث قال لك احسب لي قيمة تيال وتياش والدور تي لما مقامة المتغيرة تكون في قيمة ستين ومضبوطة على قيمة ستين كيلو اوم سؤال الرابع قال لك ما نوع اشارة الفروج وسؤال الخامس قال لك احسب النسبة الدورية الفا لما تكون المقامة المتغيرة تسوي مئة كيلو تفاهمين هيا جمع وقف الفيديو وحاولوا في هذا التركيب بعد ما تكملوا شوف المحاولات انتهى هيا جمعنا بداو في الحل رجاء شوفوا معي اول سؤال قال لك قال لك موظيفة هذا التركيب كما كتلاحظي بما انه عندي يجبوا بات نفي اه وشي هو نفي الواو اللي هما الناد من تكنولوجية سياموس وكان المكاثف هو كان المقاومات اذا هذا التركيب شو وظيفة تعه وظيفته توليد اشارة ساعة قابلة للضبط على قابلة للضبط رجاء بما انه الدور يتعلق بالمقاومة بي مع انت كل ما تزيد بي تزيد الدور وكل ما تنقص بي ينقص الدور عليها بشو نقوله نقوله موظيفة هذا التركيب توليد اشارة ساعة قابلة للضبط مع انت قادر انزيدوا فيها ونقصوا فيها ما تبنيش اشارتها بلا باستخدام بوابات نفي واش سي اموس هذا بنسبة رقم واحد سؤال رقم اثنين رجاء وش قال لك قالك ما وظيفة المقاومة بي هذه هذه المقاومة المتغلدة نعلى زدنا وش حدير في هذا التركيب وظيفة التحكم في زامة دورتي طاحتي اذا نجمع بما انه بي هي مقاومة متغلدة قادر يزيدوا فيها ونقصوا فيها قادر يزيدوا فيها من صفر قادر حتى نوصلوا اكبر قيمة مئة كيلو اوم واش معناتها واش وظيفتها وظيفتها الضبط او تغيير الزمن دورتي وفي ناس الوقت وظيفتها الضبط او تغيير التواتر اف ومنو جي يجمع انتو موكي ترحوا الجامعة وترحوا المصانع تقولوا تخدموا بالتواتر اف لفريقونس وصح تفاهم عليها كل ما يتغير دورتي اح يتغير اف بالطبع باس كلي انه دورتي وش يسي واحد على اف تفاهم عليها هذا بنسبة سؤال رقم اثنين رحوا سؤال رقم ثلاثة وش قال لك يا ر قال لك وحسب قيمة تيلو معناتها زمن مستوى الادنى وتي هاي زمن مستوى العالي والدور تي هيا نبدأ ونحسبوهم اذا كان ملاحظة رجع وش هي ملاحظة في هذا التركيب هسكو فيها مشكلة ومفيش مشكلة بوابة نفي هاي بوابة هذي الانت قادر ي찰ح لها مشكل قادر تتلق فيه من حلو الش Sham zaun مقاومة هذيzt görevani تحديد التيار وحماية مدخل بوابة ن MAC على ت развитии ما من المستحسن نحسن تزيد مقاومة رقم separator user اذا لمقاومة اثنين هذي ما هي موظيفة هذه المقاومة اثنين هذي موظيفته هذه اظن Shins والتفرق. إنما وظيفتها تحديد التيار لحماية مدخل بوابة نان من التالي. سنبدأ في السؤال رجاء. السؤال هو أحسب لي تيال. قبل أن نحسب تيال نقوم بعمل نقطتين في هذا التركيب. نحاول على المخرج البوابة الأخيرة نسميها إيكيس ونقطة الوساطية بين البوابتين وش نسميهم؟ نسميهم إغرق. من بعدها نقوم بعمل نخرج تياش ونخرج تيال. صحيح. إذن تياش رجاء وش يساوي تياش? وش يساوي؟ يساوي مقاومة المكافأة أثناء زمن تياش اللي هو انتقال تيام من إيكيس إلى إغرق. صحيح. إذن وش تساوي تياش؟ تساوي مقاومة مكافأة. أنا كنتم مقابلين وش نقولكم مكافأة أثناء الشحن. قبل ما تدخلوا المستوى المتميز كنتم نقولكم شحن. ما يضرقوا بعد ما عرفنا بدي كين شحن العادي وشحن العاكسي وتفرغ العادي وتفرغ العاكسي من أفضل وش يسميها مقاومة المكافأة أثناء زمن تياش. هذي كامل في واش؟ في سعة المكففة اللي هي موجودة هنا في آلان تلا. من بعدها نبدأ نطبقه. شوف معي يا رجاء المقاومة المكافأة أثناء الزمن تياش. وش هو؟ إتبع مسار تيام من إيكيس إلى إغرق. مع أنتها جيب ستيلو وبدأ أصلا من إيكيس ومشي حتى نتوصل إغرق. الخط بتاع ستيلو المقاومة اللي مر عليها ستيلو هذه كانت داخلها في تياش. في الشحن. هكذا. اللي ما يفوتها ستيلو ومشتها. هنبدأ ونرسموه نشوف. شوفي تياش وش يساوي. يساوي المقاومة المكافأة أثناء الزمن من تياش. نجيب اللون الأصفر. ها نبدأ من إيكيس. نبدأ نشي 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 نوصل هذه مقاومة المكافأة صحيتي. إذا تياش يساوي مقاومة المكافأة أثناء الزمن تياش. يساوي. في زي ار. في كل في واش. في كل في سيعة المكافأة. في سي. في ألان ثلاث. ضحيتي في السي هاي ورا هي كان مكافأة. في ألان ثلاث. صح. هذا بنسبة تياش. دكوين روحوا. روحوا تيان. شاهمنا لها. إذا تيانو شي يساوي يا رجال. نفس القانون. إنه شاح يتبدل. هذا كان زمن تياش. الأخوة شاح يقول لي زمن تياش. إذا تيالو شي يساوي. يساوي المقاومة المكافأة أثناء التفريغ. روحوا نكتبها أثناء التفريغ. الكل في واش. في سيعة المكافأة في مكافأة في مكافأة في التركيب. في ألان ثلاث. والمقاومة المكافأة من التفريغ الجمعة. كيف نجيبوها نجيبوها العكس. نجيبو ستيل واحدة أخر. ونتبعوا المسار تيام من إقراج حتى نوصله إكس. طيب. إذن هذي شي هو. اتبع مسار تيام من إقراج إلى إكس لكي تتحصل على هذه المقامة. هيا نخرجوها يا رجال. إذن تيال ماذا يساوي؟ يساوي المقاومة المكافأة أثناء الزمن تيال. معنا نجيبو ستيل وأنا أخذها بلون بنفسجي. نبدأ من إقراج حتى نوصل إكس. ماذا تلاحظي هذا اللون؟ هذا الخط البنفسجي مر عبر مقاومة R ومرة عبر مقاومة B وشي قاهم على نساسون. إذن المقاومة المكافأة واش تساوي؟ تساوي مجمعها. تساوي R زي B. صحي 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 صحي. تساوي P زي R. والله R زي B. يجينا هذي المقاومة المكافأة أثناء التفريغ. الكل في واش في ساعة. في ساعة المكثثة. الكل في واش في آلان ثلاثة. طرح لن نصل إلى ٥ وي Kä Poken arriba كالما millions ٣ ورصوا المستوى الممقاومة ومستوى المستوى المنتقدي. مستوى المتوسط أخرى جميعا من عرب ما التفريغ. هذا Think he to the difference. يتم بفرع من Dz. يمكنك とرحكم ما تهم الله � found you. ما تلقب مننا كذلك؟ طرح كثيرة. طرح كثيرة تلقاف تالية؟ تالية 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 تالي. تالية 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 ان تلقاف تالية ودى تالية تالية. واش نديره عملية الجمع? إذا دورتي وش يساوي? يساوي بعد ما خرجوا عامل المشترك سي ألن ثلاثة إذا ش يساوي? المقام المكافأة أثناء الشهر اللي لو نتعلكم بالأصفر زيد مقام المكافأة أثناء التفريق اللي تفتيال لو نتعرف الان بازجي. الكل في سي ألن ثلاثة. وبما أنه بما أنه بك كان مرتين والأرد كان مرتين. إذا دورتي وش يساوي اثنين. الكل في في زيد ار في سي الان ثلاثة. أرجع نسئ لك سؤال نسئ لك سؤال وشي النوع الاشارة هذه مستطيلة ولا مربعة جماعة بالنسبة هذه الاشارة وشي هي اشارة مربعة لماذا لأنه ركزوا معي مليح ونصبر نرجع أصبر لماذا لأنه الاشارة اشارة مربعة لأنه مقام المكافأة اثناء الشحن يعني كنتبه لكم بلون الاصفر واش تساوي تساوي مقام المكافأة أثناء التفرق شوف المقام المكافأة اثناء شحن هي في زيد أر و مقامة المكافأة اثناء التفرق هي نفسها جزيد بي إذا يتساوي مقاومت مكافئة اثناء الشحن والتفرق وش نقولوا إشارة مربعة لو cargo لا يتساوي واش وش نقول لها إشارة مستطيلة الآن يقولون معه اللي بعد رابعة قالي لكم منعو الاشارة الخرج هذا ولا كنا نحكي عليها كيف نعرفوا إنا القروج نشوف المقاومة المكافأة اثناء الشحن ومقاومة اثناء التفرق. إذا قلناهم تساويين راها إشارة مربعة. إذا ما قلناهم تساويين راها إشارة مستطيلة. شوفوا معي. تياش هذه هي تياش تساوي PZR في CLN3. وتياش ما قلناها تساوي PZR CLN3. واش راكم تلاحظوا تياش تساوي TL. هكذا. إذا ما هو نوع الإشارة؟ إشارة مربعة. إذا تياش يساوي TL. إذا إشارة هي إشارة مربعة. فاهمنا عليها. هذا بالنسبة لسؤال رقم ربعة. إذا نكتب هنا إشارة مربعة. لماذا؟ لأن زمن مستوى العالي يساوي زمن مستوى المنخافئ. هذا بالنسبة لسؤال رقم ربعة. سؤال رقم خمسة. سؤال رقم خمسة جميعوا ما طلبوا مننا؟ قالوا أحسب النسبة الدورية ألفا. ألفا عندها قانون وحيد. ألفا ما يساوي؟ يساوي تياش زمن المستوى العالي اللي حسبناه. هاي ورا العبارة تعه على الدور تي. صحيح. إذا مش تساوي تياش أجزماعة قد هلقناها هاي وراي تياش. تساوي PZR في CLN3 على الدور تيوشي لقناه؟ لقناة 2 في PZR CLN3. كما تلاحظوا مع CLN3 تروح. وعندي مقام المكافئة PZR في المقام PZR تروح مع بعضها. وشيبقنا في هذه ألفا؟ ألفا وشي يساوي؟ يساوي واحد على اثنان. وبما أنه ألفا يساوي واحد على اثنان. وشي نقوله على الإشارة؟ ألفا يساوي واحد على اثنين. شو نقوله؟ إشارة؟ إشارة مربعة. ونتجل ألفا يساوي سفا فاصل خمسة. ألفا pul ним مربعة. إشارة هي مربعة. نهار نمت لهم ن 길 Starbucks. فاصل خمسة سواء أكبر سواء أقل وش نقوله لهذه الإشارة؟ نقوله عليها إشارة مستطيلة. إذن ألفا يساوي واحد على اثنين. ويساوي سفا فاصل خمسة. ولازم من مستحسن نخرجها بالنسبة المئوية اذا الفا وش يساوي؟ بنسبة المئوية يساوي خمسين بالمئة. إذا إشارة هذه وش هي إشارة مربعة. هذا بنسبة ها. بالنسبة لتمرين رقم اثنين. هكذا. جماعة رحوا تمرين تمرينة رقم ثلاثة. رحوا تمرينة رقم ثلاثة. التمرينة رقم ثلاثة. فأعطى لي فتح أسئلة. أعطى لي هذه الدارة. سؤال والشي قال لكم ما وظيفة هذا التركيب. سؤال اثنين قال لكم ما وظيفة المقاومة تمرينة. اللي هي هنا. اللي جاء مع مدخل البوابة النور. والسؤال رقم ثلاثة قال لك أحسب قيمة الدور. جماعة وش مطلب منكم توقفوا الفيديو وتحاولوا في هذا التمرين وبعدك يتكملوا شوفوا المحاولة انتعكم. هاي اجمعنا نبدأ ونحللوا التمرين رقم ثلاثة نبدأ في اول سؤال. سؤال اول ما قالنا قال لك ما وظيفة هذا التركيب بما ان هذا التركيب يحتوي على بوابات نافي سياموس اللي بالضبط بوابات النور وكان مكثفة للشحن والتفريق والمقاومة لتعطيه الزمن شحن والتفريق. اذا هذا التركيب شن نسميه وظيفة وتوليد اشارة ساعة ثابتة باستخدام بوابات نافي سياموس. لقد قلت اشارة ثابتة بس كمكاش مقاومة متغيرة. هكذا. اذا وش نكتبوه نكتبوه هنا يا. وظيفة هذا التركيب هو توليد اشارة ساعة ثابتة باستخدام بوابات منطقية نافي سياموس. وبالضبط هذه البوابات هي بوابات نوع. هذا بالنسبة لسؤال رقم واحد. سؤال رقم اثنين قال لكم ما وظيفة المقاومة اير ثلاثة. هذه اير ثلاثة اجمعها. اير ثلاثة ما عندهش على قبل شحن والتفريق. ميش وظيفة انتاحة وظيفة وحماية المدخل بوابات الاولى. اللي هي بوابات نور من اكلاه. لماذا? لان هذه النقطة في لحظة معينة يصعد جهدها الى ثلاثة على اثنين فيديو. ولحماية هذه البوابات يجب اضافة مقاومة. اذا الثلاثة ووظيفتها. تحديد التيار لحماية مدخل البوابات نور رقم واحد. صحيح. اذا نكتبه ما وظيفة المقاومة الثلاثة. تحديد التيار لحماية البوابات نان. صحيح يا جماعة هذا بنسبة لسؤال رقم ثنين. سؤال رقم ثلاثة واش طلب منكم؟ قال لك احسب قيمة الدور تي. صحيح. قبل ما نحسب قيمة الدور تي. اعطيتكم الطريقة هذيك اكس و ايغرق. نختم بها ونخرج عبارة الدور تي. هذه الطريقة جمع مهما يعطيك دارة معقدة مهما كانت فيها مقاومة على تسلس و على تفرق. نتيجة ديما باذن الله راح تجيبها صحيحة العبارة. مكشح تغلط فيها. هكذا. اذا هذه البوابات واحدة اللي تحميها المقاومة الثلاثة. رح السؤالي بعده. احسب قيمة الدور تي. اذا دور تي يجمع دي ما يساوي تياج زي تيال. حبنا ندخل تياج تيال في قانون واحد. اذا نكتبه. اذا ما دور تي وش يساوي؟ قبل ما نكتبه عبارة تعالى. نخرج هذه النقطة ما خرجت على البوابة الاخيرة في صورة نسميها اكس. ونقطة التلاقي. جمع هذه كامل نقطة تلاقي. هذه نقطة تلاقي بين البواباتين يسميها ايغر. هكذا. بعدها نكتبه القانون تعالى. كان قانون واحد. مقاومة المكافأة اثناء زمن الشحن ولا تياش. زين مقاومة المكافأة اثناء الزمن التفرق اليتيال. هذا كامل في ساعة المكافئة في آلان ثلاثة. مقاومة المكافأة اثناء الشحن. كيف نجيبها؟ اتبع مسارتي من اكس ايغر. ارسم بستيلو. وابدأ من اكس حتى نتوصل ايغر. اللي مر عليها استيلو تاعة لداخل المقاومة. اللي مرش عليها مقاومة بشدة. والمقاومة المكافأة اثناء التفرير. واشي هو اتبع المسار من ايغر إلى اكس. هكذا. هيا اجمعنا نبدأ ونحسبه دورتي. اذا دورتي وشي ساوي؟ اول حاجة نبدأ بها. اذا وشي ساوي مقاومة المكافأة اثناء الزمن تياش والله اثناء الشحن. نجيب استيلو بلون مختلف. انا خدمت استيلو الأصفر. نبشي منها. كنوصل نقطة هذه اجمع. واش راكم تلاحظوا؟ اذهب عندي طريقين. طريق الأول منها. والطريق الثاني منها. واش راكم تلاحظوا؟ اذا مقاومة ار واحد اثنين على تفرير. هيا نبدأ. هذا وشي هو؟ طريق الأول. وهذا طريق الثاني. واش راكم تلاحظوا؟ اللون الأصفر. هذا مر عبر مقاومة ار واحد و ار اثنين. ماذا يجيهم؟ يجيهم على التفرير. اذا ماذا هو المقاومة المكافأة؟ بالنسبة لزمن تياش. اذا المقاومة المكافأة بما انه مقاومتين على التفرير. المقاومة المكافأة تساوي جدائهما على مجموعهما. وتفهم نجمع. لو كانت تنساها وتتلف لك تقول اسكو مجموع على الجداء ولا جداء على المجموع. تفكر القاوي يكون الفوق. وضعيف يكون الأسفل وبما انه جداء اقوى من الجمع. ايضا جداء يكون الفوق. والمجموعamıحض الأسفل.allah ما هو هالمقاومة المكافأة؟ جدائهما تساوي أر واحد في أر ثنين على مجموعهما ار واحد زايد عثني هذه ن او layout يعد Джماعة .ämän مقاومة المكافأة اثناء الشهر. بعد苦 instance نوع المقاومة المكافأة اثناء الزمن T. والله او لا مقاومة مكافأة اثناء التفريق. اذاFilm во вторاء، بعدن خرج المقاومة المكافأة اثناء التفريق اتبع مسار تيام من ايجراء الى اكس نجيب ستيله بلون اخر جبت بلون بنفسك بروح ال اكس عندي المسارة الاول هذا هاني رحت ال اكس وفي نص الوقت عندي مسارة اثناني هذا بروح ال اكس شاكن تلاحظوا تلاحظوا كذلك اثناء التفريق ولا تيال ار واحد و ار اثنين مقاومتين موصولتين على تفرق اذا وش هي المقاومة المكافأة اذا انتم سيوجودهما على مجموعة هكذا جماعة هذا وش درنا خرجنا المقاومة المكافأة اثناء الشحن ومقاومة مكافأة اثناء التفرق هذا كامل في سعة المكاثفة المسؤولة عن الشحن والتفرق اللي هي سي 2 في آلان 3 هنا وش درنا جماعة خرجنا العبارة تدور تيال جماعة ركزوا معي مليح للمقاومة المكافأة اثناء الشحن بلون الاصفر والمقاومة مكافئة أثناء التفلق بالول والبناسجي وشاكم تلاحظون تلاحظون جباً لهم متساويين. إذن هذه الإشارة لو كان سألت سؤال لك ما هو النوع هذه الإشارة؟ هذه الإشارة مربعة لماذا؟ لأن مقاومة مكافئة أثناء الشحن ماذا تساوي مقاومة مكافئة أثناء التفلق؟ لو كان سألتني هذا السؤال بكل بساطة بكل سهل. بعد ما خرجت دورتي يجمعه بما أنه عندي مقاومة الشحة تساوي مقاومة مكافأة إذن دورتي وشي يساوي 2 في هذا الكسر في R1 في R2 على R1 زيد R2 كل في C2 كل في L3 من بعدها بعد ما خرجنا عبارة دورتي روح ندروا تطبيق عدد يجمعه تعلموا آخر حاجة تخمم فيها هي تطبيق العدد تعلم ديما تخرج العبارة الشخص المميز ديما يخدم بالعبارة آخر حاجة يخمم فيها هي الحساب فاهمنا لها بعد ما خرجت العبارة تعلي تطبيق عدد يش نديره نعوضه هاي نبدأ نعوضه أعطى لي R1 هي قيمتها R2 و R3 و C R3 ما تدخلش للحساب بس كو R3 ووظيفته حماية البوابة ما إذا نديروا تطبيق عدد يشي يساوي يساوي 2 في R1 R1 قد 0.5 في R2 قد أعطانا 2 مع أنتها 0.5 في 2 على 0.5 زيد 2 هذا هو جمع باش عطاهم نعطاهم بالكيلو أوم مش لازمنا نحاولوهم الوحدة الدولية على هددات القوسين ونضربهم كامل في عشرة قوة ثلاثة واحد كيلو أوم يساوي عشرة قوة ثلاثة أوم هنا وش دات خدمت القوس الأول تعال مقاومة الممكن الكل في واش الكل في واش فيه C2 شوفوا C2 أجمعت تساوي خمسين هنا كتبتها خمسين وبما أنه واحدة تحتها ميكرو فارد هو جزء أي حاجة جزء تضربها في عشرة قوة سالب في عشرة قوة ناقص والميكرو فارد يساوي عشرة قوة ناقص 6 فارد إذا مش تساوي خمسين في عشرة قوة ناقص 6 فارد حولتها للفارد الكل في واش الان ثلاثة من بعدها جمع أنتما أجمع أنتما الان ثلاثة أعتبرها واحد فاصل واحد متفاهمينا بهم بعد كي تديروا في التعليقات في اليوتيوب نشوف بها تكون الإجابة تعكم موحدة إذن تي وش يساوي يساوي علامة الاستفاة مش معناتها مطلوب منكم كي تحسب هذا الدور تي تكتبوا لي في التعليق وإذا قلت زميلك تعليق وسموا القيمة تعوصي حدلوا لايك إذا قلت قيمة تعوغالطة على الأقل وما تنسوش لايك للفيديو ليا أنا وطبعا هذا بنسبة الدور تي هكذا رحوا التمرين رابع جماعة شكولي يحبي يطلع هاي شكولي يحبي يطلع أيوب مجادي تفضل أيوب مجادي بسرعة هيا أيوب مجادي أيوب مجادي السلام عليكم والسلام أيوب مجادي كنت تفهم أيوب مجادي ما كاش أسئلة ما كاش أسئلة ما كاش أسئلة أيوب رحوا التبرين رقم ربعة في الثمارين رقم ربعة أعطانا هذا التركيب اللي فيه الديود قالك سؤاله لموظيفة هذا التركيب سؤال الثنين قالك موظيفة المقامة المتغيرة بي سؤال الثلاث قالك موظيفة ثنائية دايود دي سؤال الرابع قالك أحسب قيمة المكثفة عندما أن قيمة الدور هي 0.5 سيقوند والمقامة المتغيرة أضبطتها على قيمة بي تسوي خمسة وخمسة كيلو قالك أحسب قيمة المكثفة جماعة وش مطلوب منكم توقفوا الفيديو وتحاولوا في هذا التمرين بعدما تكملوا قرنوا إجابتكم مع إجابة الأستاذ هيا يا جماعة نبدأ والحل التمرين الرقم ربعة أيوب ركب معي أيوب شوف معي سؤاله وقالك موظيفة هذا التركيب توقفوا 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 ت بالضبط الشيء نفس سيام اوه والبوابات منطقية اللي استعملتهم في هذا التمرين وشي مو بوابات نعم صحيح ايوب هذا التركيب ما تخصوا حتى حاجة بيكون يخدم لحظة واش تخصوا مقاومة اللي تكون في مدخل بوابات نعم فتحمي بوابات نعم كي يرتفع الجوة تفوق ثلاثة كي يوصل الجوة ثلاثة على اثنين وفيدي دي ما لا تتلف البوابات نعم تفاهمي عليها ايوب هذا بيسبب سؤال سؤالتني قال لك موظفة المقاومة متغيرة فيها هذه فيها ، هذا. مقاومة دي ما عليك أن تنزيد فيها او النقص فيها راح نزيد في الدور او نقص الدور. إذا مقاومة بيش وظيفتها معا. وظيفتها ضبط او تغيير زمن دورة天 وإلا اهم ممشي هي ايوب. ولا ضبط او تغيير تواتر تموته. احنا في المصانع احنا في المصانع ونخدمه آ sexually بالتواتر ايوب. رفق معانتها كيف تزيد المقاومة دي توتود دورتي وشي يصدو يزيد Celcia وقت ما يحصله ينقص هذا هذا بنسبة السؤال رقم 2 رحل سؤال رقم ثلاثة أيه يبقى لك ما وظيفة ثنائية الديار هاي وراء ثنائية الديار وش وظيفة ثنائية الديار وش قصر وش قصر وش قصر مقاومة ار فاحث قصر مقاومة ار أثناء تياش ولا تيال اثناء تيال هاتياش يمشي الواتيال هكذا وتيال يكون في الإستقاب المباشر صحي يتهايئة اذا نجمع ما وش وظيفة مقاومة ديار وش وظيفتها هاي وراء ديار وظيفتها قصر مقاومة ار اثناء الزمن وش هو الزمن تيال وبعد يدخل نشوفوا الجميع اللي جاء الجديد من بعدك يجي نحصى بالدورة نقول لكم على هاكذا جمع اللي يتفرجوا حصى الماضية ما يجعلوا حتى إشكالية بإذن الله اذا ووظيفة مقاومة ار ووش وظيفة الثنائية ديار ووظيفة وقصر مقاومة ار أثناء زمن تي. هذا بنسبة دايو. صحيح. هيا أيو بروحوا سؤال رقم ربعة. سؤال رقم ربعة قال لك. أحسب قيمة المكثفة سي. علماً أن. أحسب قيمة مكثفة سي. علماً أن قيمة الدور هي صف فص خمسة ثانية. وبي سوي خمسة وخمسة كيلو او. أيو بها نحسب بها نحسب سي. وش لازم ندير وش الخطوة نديرها. قيل لازم نخرج عبارة دور تي. نخرج عبارة دور تي. وبعد وش نديره. خرج عبارة المجهول سي. وبعدها ندير تطبيق العدد. هذه الخطوات لازم دي من نمشي بهم. ومشي غير في هندسة كارا بأي جماعة. حاولوا طبقها فرياضية فيزياء كيمية كل مواد العلمي. هاي نبدأ. نبدأ أيو. إذا موش لازمي هنا يا بها التركيب يكون تعيم ليح. وش نزيده مقاومة ارثنين. وش وظيفتها تحديد التيار لحماية بوبا. نعم. جماع أنتم وفي الاختبار غالبا. أسيكذا ما يديروه عاش. آكي. ما إحنا وش نحب ونحبه نخدمه خدمة زينة. خدمة باهية. هاي ايوب نكمله. إذا نروح السؤال تعالنا نرجع له. نحسبه. نحسبه. نحسبه مكثفة. أول حاجة لازم نخرج العبارة تحت تركيب هذا. هذا التركيب يولد لدور مع أنت خرج عبارة دورتي. إذا نخرج عبارة دورتي. وش لازم نديرو نقطتين مساعدتين. نقطة الأولى X هي مخرج البوابة بصورتي. والنقطة الثانية هي نقطة الوساطية بين البوابتين. وبعدها خرجوا T. ماذا يساوي أيوب؟ مقام المكافأة أثناء زمن شحن. نسميناها زمن تياش. زي مقام المكافأة أثناء زمن تيال. هذا كامل في ساعة المكثفة المكافأة في آلان ثلاث. من بعدها نبدأ؟ مقام المكافأة أثناء زمن تياش. شو شي هي هي إن إتباع المسارتين من إكس إلى إجريد. معنى تياشا عكس عقارب الساعة. ومقام المكافأة أثناء زمن تيان. ومعنى أنها إتباع مسارتين من إيقريب إلى إكس. معنى تياشي مع عقارب الساعة. وتخرج المقامة. هاي نبدأ بمقام المكافأة أثناء الشحن. شاهد معي. إذن هاي نحن نبدأ بها مقام المكافأة زمن الشحن. نبدأ من أولوش؟ من في الـ X نمشي كنا وصل لنقطة هالي شأن هذا الخط الأصفر وصل لنقطة بعد ما يجد هنا. يلقي الديوط استقطاب العكسي وتجد المقاومة جميعا أخي علا باكم استقطاب العكسي ديوب تيكعودي تيار وديوط متعاكسين يعني اتجاه تيار في رأس المثلة صحي إذا وديوط استقطاب العكسي ديما يمثل قاطعة مفتوحة إذا لتجاد في الصيف عليه ون يروح بصيف عليه يروح الآن. إذن ماذا هي المقاومة المكافأتنا الشحنة؟ بي و زيد أرى صحيح تلاحظ بالمقاومة ثانية على التسلسل إذن مقاومة المكافأة هي مجموعة هما صحيح إذن وش تسوي بي زيد أرى وعطتها لكم بلون الأسطر معناتها تعالى الشحن فهنا لها هذا بنسبة المقاومة الأولى مقاومة الثانية هي مقاومة المكافأة أثناء الزمن تيال ولهذا التفريق إذن وش لازم نجيب ستيله بلون مختلف نبدأ من إقراق بعدها كي نوصل نقطة هاليوش نلقوها أيوب نلقو مقاومة اير ونلقو في الديود استقطاب مباشر على توازي واحده وش يولي يدير الديود كعود واحده أطلان سيوه جماعة ومثل سلسل إذن تيار وش هي تيار كي يلقى طرق في المقاومات وطرق في سلسل كي يروح مع السلل أردتكم تيارة جماعة مثل الماء كي ي يلقى طلعة بالهبطة وش يختار الهبطة اذنها ديود في استقناء مباشر وحده والمقاومة اير يختار يوم على التوازج إذن材 هنا يمشي بهذا الشكل بعد تيار ويرأي قوة بعد هي روح الايكس؟ feedback basically suddenly هذا الخط البنفسجي مرة على مقاومة P فقط. إذن ماذا هو زيد P فقط. صحيح. أيضا تلاحظ. شوفوا المقاومة المكافلة من الشحن وشوفوا المقاومة المكافلة من التفرق. وشي هو نوع الإشارة هنا؟ مستطيلة. مستطيلة بس هو ما يتساويش. بس صحيح لو كان P مدلها زيرة. مستحيد يتساوي هنا. مستحيل. مستحيل. صحيح. إذن مجتمع P زيد R زيد P. جماعة هذه بلون الأصفر هي تع الشحن بلون البنفسجي تع التفرق. الكل في وايش في ساعة مكافلة في ألان ثلاثة. جماعة هل خرجت دورتي؟ سؤال وش قال لي؟ قال لي أحسب المكافلة إذا. وش نولوه خرجوا عبارك. بما أنه سي جودة هذا القوس وهذه ألان ثلاثة ندوم طرف ثاني. يشتولي كل على 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 ألان ثلاثة. صحيح. إذن دورتي دورتي وش يساوي بما أنه متكرر يساوي 2 في زيد ر في سي ألان ثلاثة. والمكثيفة. لين رأيت معي كما قلتها لك قبيلا. في زيد. هذه المقاومة المكافلة أثناء الشحن وهذه المقاومة المكافلة أثناء التفرق. ما هو الشي يساويين إذن إشارة وش هي إشارة مستطيلة. يعني كتب هنا إشارة مستطيلة بس كوله. مقاومة مكافلة أثناء الشحن لا تساوي مقاومة أثناء التفرق. من بعد هجمعان خرجوا عبارة سي. إذا سي وش يساوي يساوي دور تي كي تنقل آلان ثلاثة والقوصين هذو إلى الطرف الثاني بما أنهم معامل جودة وش توليت ولي قسمة معانتها الكل تي على القوصين هذو ثنين بي زين آر في آلان ثلاث بعد ما خرجت عبارة المكثفة أيوب وش نديد أدركه تطبيق عادل صحيح. إذن بي قد عطينا خمسة وخمسة كيلو أوم. الضوء أعطينا صيف فصل خمسة والأر قد عطيها لخمسة كيلو أوم. نديروا تطبيق عادل. صحيح. إذن روحوا نعوضه. إذا سي ماذا يساوي يساوي صيف فصل خمسة عطيها لب الثانية واحدة دولية على على ثنين في بي قد عطيها لخمسة وخمسة كيلو أوم زي اير قد عطيها لخمسة وهذا كاملو ش لازم نديره مأيوب. نحول لها الثلاثة. نحول لها الثلاثة. هي في آلان ثلاثة. جماعة بتكون إجابة موحدة. آلان ثلاثة دي ما أعتبره واحد فاصل واحد. هكذا. أستاذ. فضل. دعني معلومة يا أخي آلان ثنين سي فاصل ربع. سيفة 69 أعتبرها سيفة 69 أقرب لها. جماعة. جماعة بعد ما لقيت سي وش نديره تطبيق عددي ونحسبه. إذا سي تساوي علامة استفهام فارض تخرج بوحدة دولية. وش ما طلب منكم يا جماعة. كل واحد يكتب لي سيعة المكاثر يكتب لي سي للتمارين الثالث تساوي كذا. ويصحح الزملاء. إذا يلقى زميل لو صحيح يدلوا لايك. إذا يلقى غالط يصحح له. وتبقى وتخدموا العمل جمعا. هيا جماعة رحوا التمرين رقم خمسة. ورقم تلاحظوا تمارينات كل من زيدوا تمارين يزيد المستوى تحت تمارين. هكذا. رحوا التمارين رقم خمسة. في التمارين رقم خمسة أعطى لي ربع أسئلة. أعطى لي هذه الدارة. فهمنا هذه الدارة. وش وظيفة تتولي الإشارة تسعى. على الأسئلة هناك. في هذه الحلقة. وفي هذه المقاومات التي وظيفتها تعطي زمن الشحن والتفرق والمكثفة. وش وظيفة الشحن والتفرق. سؤال أول قالنا ما وظيفة هذا التركيب. سؤال ثاني. ما وظيفة المقاومة المتغيرة P. سؤال ثالث. ما وظيفة ثنائيات ديوتا هذه. لكم شوفوها. سؤال الرابع. وش وقالنا؟ أحسب قيمة المقاومة P للحصول على قيمة الدور. يوسيف يوسيف فا سستة ثانية. وأعطى لنا المعطيات. هيا نبدأ. جماعة قبل ما نحلوا التمرين. وقفوا الفيديو. وحاولوا في التمرين. وبعدها شغلوا الفيديو. وشوفوا المحاولة أنتعكم. وبإذن الله محاولة تعكم ما ستكون موفقة. هيا جماعة نبدأ ونحلوا التمرين. رحوا أول سؤال. سؤال أول قال لكم ما وظيفة هذا التركيب. بما أنه كان زجبوا وبات نفي ناند. وكان مقاومة التعطيل. وكان المكثفة. إذن هذا التركيب وشو وظيفته. يعطي لنا إشارة الساعة. يعطي لنا الدور T. وبما أنه هذا التركيب يحتوي على مقاومة متغيرة. كل ما تزيد المقاومة المتغيرة يزيد الدور. وكل ما تنقص المقاومة ينقص الدور. إذن شو نقوله بها تكون إجابة دقيقة تعنا. نقوله هذا التركيب وشو وظيفته. وظيفته توليد إشارة الساعة وإنتاج دور T قابل للضبط. لماذا تزيد لها كامل قابل للضبط؟ لأنه عندي مقاومة متغيرة. أي مقاومة متغيرة وشو تضبطها؟ تركيب العاوة عندك. إذن شو نكتب هنا الإجابة. هذا التركيب وشو وظيفته؟ توليد إشارة الساعة قابلة للضبط باستخدام بوابط منطقية وش هي نفية؟ CMOS. هذا بنسبة السؤال أول. رحل السؤال الثنين. قالكم ما وظيفة المقاومة P؟ هذه المقاومة P بما أنه تركيب توليد إشارة الساعة. معناتها كل ما تزيد فيه P سيزيد الدور. وكل ما تنقص P سيزيد الدور. وعرفنا بل P والدور T عندهم علاقة طردية. صحيح. إذن شو معناتها؟ لو كنحب نزيد الدور P والنقص فيه. نزيد ونقص في المقاومة P. إذن ما هو وظيفة مقاومة P؟ وظيفتها هذه هي المقاومة P. وظيفتها تغيير ضبط أو تغيير زمن دور T. وأهم إجابة أجمع. أهم إجابة تحتاجوها أنتم وفي المصانع. أهم حاجة كل ما نزيد P ولا نقص فيها حيث تغير التواثر. منه الجي نعود ونخدمه بالتواثر بزر. إذن وشو نقول هذه المقاومة؟ بما أنه تضبط للدور T. التواثر يتبدل لو ما يتبدلش. إذن وظيفتها الدقيقة هي ضبط أو تغيير تواثر F. هكذا؟ هذا بنسبة لسؤال رقم 2. أجمع سؤال ثلاثة ما أقل لكم ما وظيفة الثنائية الديود D؟ هذه الثنائية الديود D. هذه الثنائية الديود D. أجمع أشو وظيفة نتاحة؟ كتا صم نقطتين مساعدة بعد أن نشوفها. لديه نقطة X و نقطة Y. انتقال الديود D من X إلى Y يسميه TH. إذن الديود ينتقل بهذا الشكل و بعدها يذهب إلى المكاثفة. و بعدها يوصل نقطة هذه و شحي ذلك الديود D. يلقى الديود في الاستقطاب المباشر قاطعة مغلقة يتبع المسلك السهل و يذهب إلى الآن. إذن ما وظيفة الديود؟ وظيفته قصر مقاومة P أثناء الزمن T. أثناء الزمن T. أثناء الشح. هكذا. إذن هاي نرجع لها. ما وظيفة الثنائية الديود؟ اللي هي هذه. بما أنه في استقطاب المباشر مع الزمن T. إذن شو وظيفة قصر مقاومة P أثناء زمن T. أثناء الشح. حتى قلت يقولوا كلمة شحن ماشي دقيقة بزيء. الأدق وش هي زمن T. بس كو زمن T فيه فيه التفرغ العكسي والشحن العادي. هكذا. هذا بنسبة سؤال ثلاثة. قبل ما رحوا السؤالة ربعة جماعة تركيب هذا هل يوجد فيه خطأ أم لا؟ نعم. بنحافظ على مدخل بوبة هذا من ارتفاع الجهد إلى ثلاثة على ثنين VDD. وش لازمنا على الأقل وش نزيل مقاومة أخرى وش وظيفتها تحديد التيار لحماية مدخل بوبة؟ نعم. هذا السؤال كان يعطيك المقاومة هنا ويقولك شو وظيفتها وش تقوله وظيفة تحديد التيار لحماية مدخل بوبة نعم. فهذا بنسبة سؤال قضيجي. رحوا السؤال رقم ربعة. سؤال رقم ربعة قالك أحسب المقاومة P للحصول على قيمة الدور صفة فاصل ستة سيغر. جمعك يقولك أحسب أي حاجة سواء P سواء R سواء C سواء F سواء النسبة الدورية. أول حاجة خمام فيها خرج عبارة تركيب هذا خرج الدور بعد كي تخرج الدور خرج المجهول اللي هو بي عبارته. وبعد ما تخرج عبارة المجهول بي آخر حاجة خمام فيها تطبيق العادة دي. هيا نبدأ ونخدمها جمعا. بان نخدمه هذا أجلنا نخدمه نقطتين مساعدتين بان نخرج عبارة دقيقة للدورتي مهما كان تركيب معقد ما نشح نغلط فيه. إذن نرسم نقطة الأولى اللي هي نسميها X وسميها أنتمو كما تحبوك. أنا سميتها لكم X و Y بس كون تحكو عليهم بزاف تهدرو عليهم بزاف ومتعلقين بيهم بزاف في الرياضيات. صحيح إذا نقطة هذه X اللي هي في صوت المخرج. ونقطة ثانية اللي هي Y. وبعدها نكتبو عبارة الدور في وثيقة المحاولة. إذن إذن تي هو qué يساوي؟ يساوي المقام المكافأة أثناء زمن التى عش ولا زمن الشحن ضايد المقام المكافأة إثناء زمن التياء. هذا كامل في سحات المكثفة المكافأة. هذا كامل في آلان ثلاثة ومن بعد هالمقام المكافأة أثناء زمن التى عش كيف внخرج عشيحا؟ واشي هو اتبع مسارة التياء من X إلى نقطة Y. أما هلمقام المقام المكافأة أثناء الزمن West واش هي؟ اتبع مسارة عن وقتها من Y حتى نتصل X. المقاومة اللي مر عليها هذا التيا تدخل في زمن تيا مقاومة مكافأة زمن تيا هاي نبدأ شمعا خرجوا عباد دورتي اذا دورتي وش يسوي يسوي المقاومة المكافأة اثناء زمن تياش مع انتها نمشي نجيب ستيلو بلون اخضر وللون احمر ربي سهل عليك انا احنا نختم بلون اصفل وش هنبدأ نبدأ من وصل نقطة هذة شكو تلاحظون وتيار ها يمشي بهذا الشكل شي يوصد نقطة هي يجعل طريق مقاومة ويجعل الطريق في الديود وديود يقعد في استقطال مباشئ على توزن مقاومة لفزن التأكل الى الا الصفر اذا تيا كتص طريق صعب وللقاء السيلك طريق البسيط التيار وش يختار طارق السهل مثل الماء الماء كي يجي مثلا طارق يج sworn يجعل جبل и Storage وش يختار الماء يختارد الهطا اوش يخيير خيال الprise صحيب إذن تيار مثله يخيط طريق السهل واشه يتبع يتبع ديار بشرط لازم ديار يكون واحده على التوازيج معه باهي واللي يقصد من بعدها تيار كيوصل نقطة هذه بالسفة عليه يمر عبر مقاومة A إذن واشه المقاومة المكافأة أثناء زمن تيار شوال زمن شحن شوفوا اللون الأصفر هذا مر عبر مقاومة A إذا هنا واش نكتبه A هذا بالنسبة للمقاومة المكافأة أثناء زمن تيار واش يبقى لي زايد المقاومة المكافأة أثناء زمن تيار نجيب استيله بلون آخر أنتو مربي سهل عليكم أنا واش اخترت اللون البنفسجي إذن هذا المقاومة هذه باخرجها نجيب استيله نبدأ من إيجارك حتى نوصل إلى X لازم نوصل إلى X ما يهمنيش طريق الثاني إذا نبدأ باللون البنفسجي إذا مرت على P بعدها كي وصلت النقطة هذه واشي لقيت لقيت مقاومة متغيرة ولقيت الديود في الاستقطاب العكسي مع أنتها اتجاه الديود عكس الديود يعد في الاستقطاب العكسي يمثل قاطعة مفتوحة إذن تيار في هذه الحالة واش يروح يتبع المقاومة في يروح الطريق هذا إذن يروح P ومن بعدها وين يروح يروح X إذن واش هي المقاومة المكافأة أثناء زمن تيار إذن تيار واش مر عبر R في الناس الوقت مر على P على تسلسل إذن المقاومة المكافأة واش تسوي بما أن R و P على تسلسل تسوي مجموعهما إذن واش نكتب هنا باللون البنفسجي تسوي R زايد P هنا واش كمت مقاومة المكافأة أثناء الشحن ومقاومة المكافأة أثناء التفرق هذا كامل في واش ساعة المكاثفة واش هي ساعة المكاثفة اللي ها سي في ألان ثلاثة صحكتوا جماعة بعد ما خرجت عبارة دورتي واش شوف سؤال واش قال ل السؤال سؤال قال لي استخري أحسب مقاومة P يعني قبل ما نحسب مقاومة P نخرجوا العلاقة تح كما لكم تلاحظوا جماعة إذن دورتي ساعة المتكرم مارتين إذن دورتي واش ساعة 2R زايد P في سي آلان ثلاثة جماعة قبل ما نكملوا سؤال تعنا واش ساكم تلاحظوا شوف المقاومة المكافأة أثناء تياش ومقاومة المكافأة أثناء تياش هنا الإشارة واش نسميها إشارة مستطيلة صحيح إذا كانت P أكبر من الصفر تولي المقاومة بلون البنفسجي أكبر من المقاومة بلون الأصفر هنا نقوله مستطيل بصح إذا كانت P تسوي السحر إذا كانت P تسوي السحر واش تولي؟ تولي Lров Boat باللول الأصفر تسوي Lров Boat وبنفسجي وتولي مقاومة المكافأة أثناء تياش تسوي مقاومة المكافأة أثناء تيال وهنا تولي إشارة مربعة مع أنت فهذا تركيب نقدم ذي إشارة مربعة ونقدم ذي إشارة مستطيلة لحساب قيم المقاومة إذا كانت P سوي السحر أحتمد لي إشارة مربعة إذا كانت بأكبر من صفر تولي مقامة المكافأة أثناء تيل أكبر من تياش تولي إشارة مستقلة صحيح هاني خدمتها لكم هذي إذا كما تلاحظوا هذه المقامة المكافأة أثناء تيل وهذه المقامة المكافأة أثناء تياش بما أنه في الحسب قيماتها بتغطية تعرف هكذا زيرو إشارة مربعة أكثر من صفر إشارة مستقلة تدركوا هدفتها يا جماعة رحوا نخرجوا 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 سؤال يشطلب مني قالوا أحسب مقامة المتغرب إذا لازمني خارجوا القوسين هم والوليد بما أن هذا القوس في C في LN 3 C LN 3 كنا ندهي الطرف الثاني واش تولي قسمها إذا P زايد 2R ماذا يساوي؟ يساوي T على C LN 3 من بعدها واش بطعنا بانخرجوا P واحدة 2R ننقلوها الطرف الثاني بما أنها مجموع زايد كنقلوها الطرف الثاني يتولي ناقص إذا ماذا يساوي P في هذه الحالة؟ P وش يساوي؟ يساوي هذا الكسر اللي وتي على C LN 3 درتهم ما بين قوسين هذا كامل ناقص واش ناقص 2R بعدها وش ندير بعد ما وصلت العبارة المجهول وش نديره تطبيق العددي إذا P يجمع وش يساوي؟ يساوي دور T قد أعطينا هورا أعطينا 0.6 على C قد أعطينا 50 ميكروفارد أعطينا بالجزء والجزء بتحول الوحدة الدولية تضربه في 10 قوة ناقص وميكروفارد وش يساوي الفارد؟ يساوي 10 قوة ناقص 6 إذا نحولها الوحدة الدولية تساوي 50 في 10 قوة ناقص 6 هذه وش معنا تحولتها للفارد؟ في ألان ثلاثة ألان ثلاثة نعتبره 1.1 ندوره الـ 1.1 ولا نقربه بـ 1.1 بل إجابة تكون موحدة هذه كامل كسر ناقص 2R ناقص 2R قد أعطينا 2 كيلو أوم وبما أنه كيلو هو مضاعفات الأوم يساوي 10 قوة ثلاثة يعني كيلو نضربه في 10 قوة ثلاثة بعد أن نوصله قيمة الأوم تساوي ناقص 2 اللي هي 2 تعلمو عامل R في 2 اللي هي R في 10 قوة ثلاثة 1 كيلو أوم يساوي 10 قوة ثلاثة أوم إذاً في أجمعه وش يساوي أحسبوا لي النتيجة تاعه ومبعد أكتبوها لي في التعليق وفي ناس الوقت تشوفوا تعليقات زملائكم يعاني القوة ببلكم إذا كانت إجابة صحية دلوا لايك إذا كانت إجابة غالطة في الحساب أعطي له تصحيح هكذا وفي ناس الوقت ما تنسوش لايك للأستاذ انتعكم هذا بنسبة تمرين رقم خمسة أيوب هاي روحوا تمرين رقم 6 بهم نطولوش أنا بقيت معاك أنت بهم نطولوش بزيخ أيوة تمرين رقم 6 تمرين رقم 6 وش قال لك قال لك ما وظيفة هذا التركيب أعطالك هذه مرازج ديودات قال لك أكتب عبارة تيال وتياش أيوب كي يقول لك أكتب عبارة ما يقول لك أكتب عبارة ما تحسبش خرج العبارة بركة صحيح مانوع الإشارة الخروج ونشوفوها وحسب قيمة تواتر F هذه مرات أطلب منك تواتر F هاي نبدو نحلو التمرين نبدو في أول سؤال قال لك ما وظيفة هذا التركيب بما أنه يحتوي على بوابتين منطقيتين نفس ياموس ومكثيفة والمقامة التي تعطي الشحن والتفرق كما أسئلة ونشح كيف؟ قلت لك نفس الجوة تأثير أيوة لن نخدم هذا السيئلة أيوب أيوب راني نخدم أنا نطاكي في الذاكرة مدى البعيد تعكم بطريقة غير مباشرة يعني بالعين مننا 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 بهم مرة تجيك الأسئلة تجاوب لما تتخمم آخي هذا هو الهدف التاعي إذن سؤال لما وظيفة هذا التركيب وما وظيفته توليد إشارة ساعة باستخدام بوابات منطقية نفس ياموس وما يعمل بالضبط هذه البوابات لينان صحيح أيوب هذا التركيب فيه خلل وما فيش خلل هاي أيوب هاي أيوب بينا في خلل هايو نزلوا مقاومة حماية مدخل تعبوا وبنانت بس كلها لأن الجهد بعد يرتفع في أي لحظة معينة يرتفع في هذه الفيديو صحيح هايو هذا بنسبة لسؤال الأول سؤال الثاني قال لك أكتب عبارة تياش و تي إذن هاي نبدأ نكتبهم باش نبدأ قبل ما نكتبوا تياش تي نديروا نقاط مساعدة نقطة لنا سميها إكس هي المخرج بصرتي تعدارة كامل جماعة هذه إكس هي نفسها في صورتي هذه اللي تمدل دورتي أيوة والنقطة الثانية ما بين بوابتين اللي نسموها إغراك سواء نديرها هنا ولا هنا ولا هنا بطر أصحيح تحبوا حتى ديروا خط ديروا خط هذا كامل صحيح من بعدها تياش وش يساوي تياشا أيوب تياش شو يساوي هاي بسرعة تياشا يساوي مقاوم أروح هاي وش يساوي أعطيicked القانون تحي ساوي مقاومة المكافأة أثناء الزمه ثياش فلنسميها مقاومة المكافأة اثناء الش眠 واحدها فقط ماشي يقبي لي وبلد عندما أقول إلى كindi أقول مقاومة المكافأة في الشاحن زائد مقاومة المكافأة المكافأة كنا نتحدث أثناء himself Hut هاي نخرجوا تياش فقط ثياش الذي تياش مقاومن مكافأة الزمه التياش في الساعة المكافأة في اللي ثلاثة والمقاومة المكافأة أثناء الشحن كيف نجيبها اتبع المساة تيام من X إلى نقطة Y. هيا نبدأ نحسبها. إذا تياش ما يساوي؟ مقاومة المكافأة أثناء الزمن تياش نجيبه ستيلو بلون الذي عندك أبدأ من X حتى نتوصل إلى Y. شاهده. شاهده جمعه. بدأت بستيلو. كيف وصلت نقطة هذه وشيقيتها أي طريقين؟ طريق الأول في ديود استقطاب العكسي وطريق ثاني في ديود استقطاب المباشر. استقطاب العكسي يمثل قاطعة مفتوحة واستقطاب المباشر يمثل قاطعة مغلقة. وش يختار تيار في هذه الحالة؟ قاطعة مغلقة. يختار استقطاب المباشر. صح مع أنت يمشي بهذا الشكل. يعني مع أنت تيار ما يمرش عبر مقاومة أثناء. إذا نجمع تياش هذا الخط اللون الأصفر مره عبر مقاومة أير واحد فقط. إذا تياشوش يساوي يساوي أير واحد. يقول فيه واش في ساعة المكثفة. سي. يقول فيه واش في آلان ثلاثة. هذا بنسبة التياش بسيط جدا. صحيح. وديما جمعنا مقاومة المكافأة. لماذا عندي ما بلغ الأصفر ومقاومة المكافأة من التفريق تيال بلغ نفسك؟ كمانا تياش. دكونا رحام. تيال. تيال وش يساوي يساوي مقاومة المكافأة أثناء تفريق ولا أثناء زمن تيال. الكل في ساعة المكثفة المكافأة في آلان ثلاثة. وهذه المقامة كيف نجيبوها واش هو اتبع ما سر تيال من إيكس أبدأ من إيكس لازم حتى توصل إيال. الخط المقامة اللي يمر عليها الخط تدخل في التركي صحيح. ها ينكملوا أي يوم. نبدأ في تيال. كملنا تياش. خرجنا عبارة حاج معه. رحوا تيال. إذا تيال وش يساوي مقامة المكافأة أثناء زمن تيال. إذن وش لازمنا بستيله بلون مختلف. أنا أختم بستيله بنفسجي. نبدأ بالإيقراء. شوف أي يمكن وصلت نقطة هذي شيء طريقين طريق فيهم في زر فيهم مقاومتين. بس شوف هذا الطريق الول. في ديود على استقطاب مباشر استقطاب العكسي. ما معناها؟ معناها قاطعة مفتوحة. وهذا بالنسبة تيال التفريغ استقطاب مباشر قاطعة مغلقة. إذن تيال وين حيروح؟ سيمشي منها. الاستقطاب مباشر تعديل. وبعدها وين يروح؟ يروح للإكس. إذن وش هي مقاومة التفريغ هنا يا؟ اللي هي R2 فقط. إذن نكتبوش معه. مقاومة المكافأة أثناء زمن تيال هي R2. الكل في سعة المكاثفة. سي. الكل في واش؟ في آلان ثلاث. هذا بنسبة تيال. صحيح. كان أسئلة أخرى. السؤال اللي بعد ثلاثة وش قال لك أيو؟ قال لك ما نوع إشارة الخروج؟ ما هيها؟ مربعة ولا مستطيلة؟ مربعة شيخ هنا. مربعة؟ كيف يكونوا متساويين؟ كيف يكونوا متساويين؟ كيف يكونوا مقاومة تيال؟ هيا يا جماعة. هل يجب أن أعطيتكم هذا السؤال؟ قال لك ما نوع إشارة الخروج؟ لازم نقارن مقاومة المكافأة ثلاثة. نقارن مقاومة المكافأة ثلاثة. ولا نقارن ما بين تياش و تيال. إذا قلناهم متساويين؟ نقول لهم مربعة. إذا ما قلناهم متساويين؟ مستطيلة. شاهدوا معي. تياش وش لقناها؟ R1 في سي آلان ثلاثة. و تيال وش لقناها؟ R2 في سي آلان ثلاثة. وش هك تلاحظ أيو؟ تلاحظ بي. R1 قد تساوي. 20 كيلو أوم. وR2 قد تساوي 10 كيلو أوم. إذا ما معناته؟ R1 أكبر من R2. إذا ما هو لي تياش؟ أكبر من تيال. صح أو لا؟ إذا ما نقوله؟ سي آلان ثلاثة. أطرح مع سي آلان ثلاثة. وعندي R1 تساوي 20 كيلو أوم. وR2 تساوي 10 كيلو أوم. وما معناته؟ معناته R1 وش بيها؟ أكبر من R2. بما أنه R1 أكبر من R2. ما هو أكبر؟ تياش أو تيال؟ أخي R1 تعيش؟ تيال. إذا تياش أكبر من تيال. وبما أنه تياش أكبر من تيال. وش نقوله؟ نقوله إشارة وش هي مستطيلة. لو كان لقنا تياش يساوي تيال. وش نقوله مربعة؟ هذا سهل. سهل. سهل أشياء. إذا وش نكتبه إشارة مستطيلة. رحوا لي بعدها سؤالي بعده. سؤالي بعده وش قال لك يبقى لك أحسب قيمة تواثر F. أيوة نحسب تواثر F. ماذا لازمني أخرج عبارة دور T. هي الأولى؟ هكذا؟ بعد خارجه F. دور T. هل تياش عندي؟ ولا تيال عندي؟ إذا نقضي الخارج الدور تبسط. صحيته. إذن وش نقوله؟ نقوله دور T. أجماعة دور T. ماذا يساوي؟ يساوي تياش زيت تيال. حي حسبتهم. رحنا نرجعه. الـ F يساوي. يساوي واحد على تيال. صحيت. ويساوي واحد على T. وش يساوي تياش زيت تيال. أجمعهم من تياش زيت تيال. كلها تياش عما تيال. أرواحد زيت. أثني في سي. آلا تتعف. أم بعدها؟ بعد ما خرجنا العبارة هذه وش نقوم بأيه؟ طبيع أعدتي صحيت. إذن F. أشي ساوي واحد على. أرواحد جدا. عشرين كيلو أوم. وأي ثلين عشر كيلو أوم. معنطها عشر زيت عشرين. الكل في عشر قوة ثلاثة بصوة. وطنة وحدات كيلو أوم. إحنا هزم نحسبه بوحدات دولية فقط. الكل في واج في سي. سي قطعنا. خمسة ميكرو فارد معنا خمسة ونحولها الفارد في عشرة قوة ناقص ستة ميكرو يسوي عشرة قوة ناقص ستة نانو عشرة قوة ناقص تسعة بيكو عشرة قوة اثناش والميلي فارد عشرة قوة ثلاثة ناقص ثلاثة هكذا كملنا هذا كل فواج في آن ثلاثة ونعتبرها بالتقريب واحد فاصل واحد وآخر حاجة وش نديرها ايوب وش نديره تطبيق عددي إذا افش يسوي ايوب يسوي علامة الاستفام وش مطلب منك ايوب راني لكم علاقة اعطالي النتيجة في اليوتيوب كنا نشرو في قناة اليوتيوب جماعة كنت لقوا نتيجة انشروها في التعليق وصحوا لزوم لكم لي تلقى نتيجة تعوصيحة دلو لايك لي تلقى نتيجة تعوغطة قولوا يصححها هكذا هذا بنسبة التمرين ستس ايوب روحوا التمرين رقم سبع رقم تمارين رقم سبع شون بعيف تمارين رقم سبع عطالك هذا التركي في زوج مكثيفات وفيه مبدلة معناتها مبدلة يتدي وضعية واحد يتدي وضعية اثنين إذا دت وضعية واحد دارة بس تولي تخدم المكثيفة سي واحد إذا كانت مبادلة في اثنين دارة باش تخدم بسي ثني هكذا سؤال له وقالك موظيفة هذا التركيب سؤال ثنين موظيفة المقاومة اي ثنين هذي لي جاي مع ما دخل به وباع سؤال ثلاثة متى يكون دور أعظامي وكتهي يكون دور أعظامي وش هي الفلسفة التاعك اللي تخلي الدور يكون أعظامي سؤال ربعة متى يكون دور في أقل قيمة يكون قيمته صغيرة وسؤال خامس يقول لك بحسب قيمة العوض ما للدورتي جماعة واقف الفيديو وتحاولوا في التمرين ومن بعدها شغلوا الفيديو هيا أيوب نبدأوا في الحل سؤال لولجي قال لك موظيفة هذا التركيب أيوب هذا شو وظيفته هذا التركيب بما أنه كان بوبتنا في سياموس مع المقاومة مع المكثيفات إذا شو وظيفته توليد إشارة ساعة achi فاقق بالكرل الضبط لا قابل الضبط هنا مقاومة متغيرة هنا مقدلة مكفي ثانية تبدل مع 97 مقهومة متغيرة لان applaud mostrarي قابل الباس قولت لو كان بدل مبدل السي واحد عندها في 1 شوف سي واحد عند hides 10 ميكرو فارث مع segur حين calculations كما تسأل يتبذل دورهم يتبدلsek يتبذل لا 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 هنا مبديلة مدى مبديلة وعندكس مكثفتين متغيراتين الدورة حيتبدد بس كو الدورة خي يتعلق بالمكثفة خي يسوي مقام المكثفة في ثلاثة هك بدأت له مكثفة زيت له مكثفة يزيد دورة ما يزيد 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 خلاص كيف كيف بما أن هذا وش نسميه هذا وش نسميه هذا تركيب توليد إشارة سعى قابلة للضبط بيستخدام بوابط منطقة نافل في سياموس بالضبط البوابط هذه وش هي بوابط ناط صحيح سؤال ثاني قالت موظفة مقامة ايوب هل مقامة ايوب هل مقامة ايوب تحديد التيالي حماية مدخل بوابط ناط صحيح ايوا نكتبو وضيشة مقامة اثنين تحديد التيالي حماية بوابط جماعة بوابط ناط مش يناند عني غالطة بوابط ناط عكذا ايوب سؤال ثلاثة قالت متى يكون الدور اعظمي هيا تسلسف لي شوية ايوب ايوب كتا هيكون دور اعظم المددلة اثنين مبدله اثنين زيد ميكا مش غال لازم مبادلة تكون في SARAH لكن على ليها لازم لكن اللح يكون ler하 ولكن لازم به يكون دور اعظامي لازم مكاثبة تكون عظامية و المقامة عظامية وبما انه C 2 تسأل عشرين و C 1 countries اذا زاي ان يكون غال كم بها تكون دور اعظامي لازم مبادلة تكون في وضعي اثنين لازم تشحن مكاثبة C 2 وزيد به يكون العظامي لازم توش تكون بالك بي تكون في اكبر قيمة لها هي بي هي قيمة متغيرة من الصيثر مية ك Berkeley يجب أن تساويه مئة كيلو اوم صحيح. هذا السؤال الفلسفي. إذن يكون الدور أعظمي عندما يتحقق الشرطين عندما حاضنا مقاومة في أعلى قيمة لها التي يجدها مئة كيلو اوم. وعندما تكون مبدلة في وضع اي ثنين بها تكون مكثفة أكبر قيمة لها تحت. إذن عندما تكون مبدلة في وضع اي ثنين لما فالمكثفة هي التي تشعن وتفرغ بس كلها ساعة تحت ساوي 20 ميكرو فارغ. أكبر من السواه. هذا هي. سؤالي بعده. ايوب قاله ماذا يكون الدور في أقل قيمة. وش هي أقل قيمة لدورتي. وش هي الشرط لتحققها بيكون دورتي في أقل قيمة. إذن يجب أن تكون مقاومة في أدنى قيمة لها. والمكثفة لتشعنت فرغ. والمكثفة التي تشعنت فرغ ما تكون. كل مبادلة واحد. كل مبادلة واحد يكون سي واحد. ايضا صحي. إذا نجمع وقتها يكون دورتي أقل قيمة له لازم تحققها الشرطين لازم بي تكون في أقل قيمة لها الخليل هي zero آم والمبادلة لازم تكون في وضع اي واحد بس كلها مكثفة سي واحد أقل من السي اثنين ما عند هذه تنقص المكثفة وكي ينقص المكثلة ينقص الضوء. إذن المقامة تكون في الصفر وعندما تكون مبدلة في وضعية واحد مع أنت المكثلة التي تشعر الفرق هي سي واحد وصي واحد هي صغيرة. سوية عشر ميكرو فهذا بنسبة لسؤال رقم ربع سؤال رقم خمسة أيوب. ما قال لك؟ قال لك احسب قيمة العظمى للضوء. هذه ما راح نحسبها. صحيح. إذن نبدأ نحسبها أي يوم تكون قيمة أعظمية. واش قلنا خيط وفع شرطين شرط الأول. واش لازم تكون مبادلة تكون في وضعية اثنين. يعني بدلتها. طيب. يعني بدلتها. وثاني حاجة بي تكون في أكبر قيمة هي مئة كيلو أوم. قبل ما نحسب القيمة الدورتي واش لازمنا نخدمه بنفس الطريقة الموالفية نخدمه بها. واش نخرج مرة لنقطتين مساعدتين. إذن هذه إكس وهذه إغراء. من بعدها نخرج عبارة أتضار تي. كما عرفنا مقام المكافأة أثناء زمن تيائز زاد مقام مكافأة اثناء زمن تيائر. هذا كامل في واش في سعة المكثفة المكافئة في أي لان ثلاث صحيح ملاحظة وامدة ، إذن مقام المكافأة الثناء الشاحن يتبع مسارتي المسلام من إكس إلى إغراء قام عكس عقارب الساعة. مقام المكافأة الزمن تية أي يوم تتبع مسارية تيّ من إغراء قام عكس وامدة منكم تي ماكس 300 تي ماكس بسكو وقال قيمة عظمية عظمية ايوه صحي اذا تي ماكس يساوي يساوي مقاومة المكافأة اثناء الشح نجيب استيله بلون مختلف نبدأ بالإكس نمشي اذا تيار يمر عبر سي ثنين وبعدك يصل النقطة هذه ونراه يمر عبر بي واروح اذا مقاومة المكافأة هنا ماذا تساوي تساوي بي وزيد اروح نكتبوا بي ولا بي ماكس او بي ماكس بسكو وقال هل هي اكبر قيمة اذا مش تساوي بي ماكس زيد اروح هذي بلون الأصفر هجمعه واش هي مقاومة المكافأة اثناء الشح صحي ذلك واش بقاتلي مقاومة المكافأة اثناء التفارق واشي هو جيب استيله بلون مكافأة اثناء التفارق واشي هو جيب استيله بلون مكافأة ابدأ من الاجره واروح حتى نتوصل اكس ها نبدأ من achievement عبر واحد ونفذي وبعدها رفع عبر المكثف وش هي سي اثنين اذا هذا اللون البنستجي مر عبر R1 وP على تساسهم. إذا المقامة المكافأة من التفرق وشتساوي أيه؟ C R1 Z Pmax. صحيح. والكل في واش في سئات المكثفة؟ C2 هيا C2. ركز أيوة. أعظم. في آلة ثلاثة. نسألك سؤال. وشي نوع الإشارة المستطيلة ولا مربعة؟ مربعة. بسكو لا. المقامة المكافأة من التفرق R1 Z Pmax. كيف كيف؟ إذا إشارة مربعة؟ مربعة. إذن دورتي بما أن هذا متعاودين إذن دورتي وشي يساوي 2 في Pmax. زيد R1 في C2 في آلة ثلاثة. صحيح. وبما أن المقامة المكافأة أثناء الشحن تساوي المقامة المكافأة أثناء التفرق. إشارة وشي نوعاتها. إشارة مربعة. هكذا أيه؟ صحيح. إذا ما شبقى لأيه؟ تعويض العدد. إذن ماكس يساوي. يساوي 2 في ماكس قده 100. R1 قده عشرة. هاي وراء مياه. وأر واحد قده عشرة. في عشرة قوة ثلاثة. نحاولها الأوم. في في سي ثنين. قده تساوي سي ثنين. تساوي عشرين ميكروفاراد. ونحاولها الوحدة الدولية في عشرة قوة نقصتها. في واحد فاصل واحد. أما بعدها تي ماكس يساوي احسبوها أنتم وكتبوها لفي التعليق. أجماع لي ما يكتب ليش النتائج. مرة جاء ندير الزومة ندير الكود ونمدها غير أشخاص لي يعلقه فقط. صحيح. إذا تي ماكس يساوي قيمة حسبوها أنتم وكتبوها لفي التعليق. هذا بنسبة تي ماكس. صحيح. رحوا التمرين رقم ثمانية. أيوبوا رحوا التمرين رقم ثمانية. أسمح لي. أسمح لي. صحيح. أطلقتي الباطر. سأطلق لك الباطر. أسمة فضلي. السلام سيد. وعليكم والسلام. محمد الله. أسمة كنت تفهم ما كنا نديره؟ واي. معاها. أكي. أسمة رحوا التمرين اللي هو رقم ثمانية. تمارين رقم ثمانية هو تمارين مركب. تمارين مركب هذو أش معنى تعطينا إشارتين تاعة ساعة باستخدام ن.و خمسمائة خمسة وخمسة وخمسة وباستخدام بوابات نافي سياموس صحيح وهنا واش عندي مبادلة مبادلة هذي يطرح الواحد إذا كانت مبادلة في واحد شكون يمد إشارة 9 أن أو 555 وإذا كانت مبادلة في وضعية 2 شكون يمد إشارة 9 سياموس والمبادلة شكون تحكم فيها تحكم فيها الوشعة والوشعة شكون يتحكم فيها المقحل والمقحل شكون يخليه مشبع على مانع القاطعة صحيح جماعة روحوا تمام رقم 8 تمام رقم 8 قال لك أحسب أكبر قيمة للدور في حالة A يساوي صحيح قال لك أحسب أكبر قيمة أكبر قيمة للدور أكبر صحيح سؤال رقم 2 قال لك أحسب أكبر قيمة للدور في حالة A يساوي واحد سؤال 3 قال لك مواضفة كل من ديود دي هذا اللي هموجود هنا يا المقاومة المتغيرة في اللي موجودة في السياموس والبتنين اللي موجودة في أن أو 555 وسؤال الرابع قال لك هل يوجد خطأ في التركيب إذا كانت إجابتك بين عام فما هو الحل هاكذا أسمع نمشيوا جماعة واش واضفتكم ووقفوا التمرين ووقفوا الفيديو وحاولوا في التمرين ومن بعدها يتكملوا وشغلوا الفيديو وقارنوا إجابتكم مع إجابة الأصدار اللي يوصل لهذا التمرين وحلوا كاميرا راهم ما شاء الله عليها راهم الطب راهم في مستوى العيد هيا نبدأ أسمع نبدأ سؤال أول قال لك أحسب أكبر قيمة للدور في حالة آي سرسة ذوك سؤال متروح هيا هيا تيماكس ذوكو لازمني أول حاجة نعرف شكل يمدلي الدور اسكو أن أو 555 ولا سياموس لازم نبدأ من بداية حتى نوصل الوشيعة اسكو مومغناطة ولا غير مومغناطة خيارك دعا هيا نبدأ أسمع أسمع آي سرسة شوفي آي سرسة تيار يوصل المقحل ولا ما يوصلش قاطعة مفتوح هي في أونتر كيف هي يوصل تيار وقاطعة مفتوح عم أنت تيار ما يوصلش إذا المقحة كيف يوصلش تيار ما يوصلش جهد وش نقول عليه مانع ها مسدود شتكفها رسمتو شوكها رسمتو رسمتو ما بين كوليكتور ويميتو قاطعة مفتوح إذن الوشيعة تتمغناطة ولا ما تتمغناطش ما تتمغناطش باسكو اللي هاته يجي من بي سي سي يوصل النقطة هذه القادرة مفتوحة مع أنت تيار ما يمشيش وبما أنه تيار ما يمشيش مو كثيفة الوشيعة ما يوصل هاش تيار أسكو تمدلي حق المغناطس ولا ما تمدليش ما تمدليش إذا بما أنه آي سي السفر واش قلنا المقحل مزدود ها مقحل مانع أو مزدود الوشيعة وشيعة غير مغذة بما أنه وشيعة غير مغذة أسمع المبدلة تبدل حالتها ولا تبقى في حالة راحة تبقى في حالة راحة وبما أنه مبدلة في حالة راحة إذا ما يمد إشارة ساعة نو 555 أو سياموس نو 555 نو 555 إذاً، إشارة الساعة تأتي من دار أوشية NU555. صحيح. بعد ما عرفت لماذا يريد إشارة الساعة، نحسب الدور الأعظمي. قبل أن نحسب الدور، نفاهمين. قبل أن نحسب الدور، نخرج العبارة التي تحتوي على الدور. أيضاً، نو مزعة الإشارة في الوقت. إذاً، تماً، مزعة الإشارة مقامة مع بعض الشيطان. ما ندخل أن نحسب الدور؟ تحضب الأعظمية للخليل. ومزعة إشارة الساعة. معناتها المقاومة تقصر هذه إذن تياش وشي ساوي تياش يساوي المقاومة المكافأة إلي P2 في C2A3 هذا بنسبة له إذاً تياش تساوي P2 صحيح بعدها ندير كامل في C2A3 نبدأ لها في C2A3 هذا وشي ما تعالى المقاومة المكافأة أثناء الشهر رحلوا أثناء التفريغ الناس مو بستيلم المكثيفة حتى نوصلوا قطب 7 إذن لون بنفسي هذا المقاومة المرع ليها لون بنفسي هي Air إذن مقاومة المكافأة أثناء التفرغ ماذا تساوي ساوي إذن زيد بلون الأصفر جماعة بلون الأصفر هي مقاومة المكافأة أثناء الشحن بلون الأزرق مقاومة المكافأة أثناء التفرغ الكامل في واش سعة مكثفلية C2 في ألان 2 أعطوا ستكتبي لي ألان 3 ألان 2 هي توليد إشارة 9 لأنه 2 مربوط مع 6 صحيح ألان 3 منها غف سيموس سيموس والله في مؤجلة في N555 تعد مؤجلة ستة مربوط مع سلعة ستة مربوط مع سلعة صحيح جماعة بعدما خرجت عبارة دورتي وش يساوي بي 2 ماكس لا كتبت ماكس بس قلي قيمة الأعظمية بعد وش نديره تطبيق عددي إذن هاي شوف معايا إذن تي ماكس وش يساوي هاورا القيم بي 2 وش يقيمة الأعظمية خمسين معانتو وش يساوي خمسين زيد إير قده إير عشرين أيوا كيلو أوم في عشر قوة ثلاثة هذه هي خرجت المقاومة المكافأة أثناء الشحن والتفريغ الكل فيواج سي ثنين غالكسي واحد سي ثنين متساوي مية ناقص ستة صحيح مية في عشر قوة ناقص ستة في ألة إذن تي ماكس يساوي عالمة استفاهم سيقون وش ما طلب منكم تكتبوا لي نتيجة في صندوق تعليقات هكذا وصحوا أخطأ زوم لأك هذا بنسبة لتي ماكس وش بقى لي سؤال رقم ثنين هكذا سؤال اثنين وش تلاب مننا أسمع وش تلاب أحسب صحتي أحسب أكبر قيمة للدور تي في حالة آ يساوي واحد هاي نبدأ نبدأ نتفلسفو شوية حتى نخرجوا العبعة إذن في حالة آ يساوي واحد القاطعة وش تولي وش أحسن مغلقة تولي مغلقة هاي وكي غلقة القاطعة تيار يوصل القاعدة ولم يوصلش المقحل مشبع هاي شفت تيار هاي يوصل المقحل المقحل وش يولي مشبع يولي مشبع هاي مقحل ممرر وبما أنه مقحل ممرر وش هاي يصرع شو هاي مغلقت تيار هذا من البي سي سي روح جياندي ومور عبر الوشيعة الوشيعة تتماغنط لن تماغنطش التماغنط الوشيعة تتماغنط هاي مدتلي حاق المغناطسي حاق المغناطس هاي شيدير يعكس حالة مبدلة تولي في وضعية ثنين من بعدك مبدلة في وضعية ثنين شكولي مدتلي إشارة تساعة سيموس اللي وبوبات سيموس إذن وشيعة مغذت مبدلة في وضعية ثنين إذن وش نقوله إذن الإشارة تأتي من دارة الياه سيموس دي أم أو اس من بعدها بنحسب من بعدها خرجوا عبارة الضوخ هاي إذن تيوشي سيوي دارتي سيوتياش زيتي أعطني مباشرة العبارة أسناء بلما ندير خطوطها لك دارتي وش يسوي التين مقاوماتها هي البي والآغ أيوا وتعطي الكيف كيف الآغ والبي تسمى الإشارة مربعة مربعة صحي إذن دارتي وش يسوي يسوي ثنين ما بيقاصم بي زيد آل في سي واحد آل ثلاثة هكذا هاي ورح هذا وتع الشحن تشحن عبر ر وبي وتفرغ عبر ر وبي إشارة مربعة إذن تيوشي سوي وقالنا أكبر قيمة للدار إذن وش تسوي تسوي ثنين بي ماكس زيد آل عليها كتبت بي ماكس باسكو قال لي أكبر قيمة للدار صحيح الكل في واش في سي واحد هاي ورا المكثفة المسؤول عن شحن تفرغ سي واحد في آل ثلاثة وش بقى نضرقه تطبيق عددي عددي إذن تسوي ثنين بي ماكس أكبر بي هاي ورا من صفر مية ماشي من صفر خمس صفر خمسة هاي بي ثنين صحيح إذن بي وش يسوي من صفر من صفر مية معنى تنعوضها بالمية زيد زيد آير قد عطلها هنا زيد عشرين هذا في عشر قوة ثلاثة في سي واحد في المية في عشر قوة نقص في آلان ثلاثة بالتقريب واحد فاصل واحد بعدها ندير تطبيق عددي إذن تي ماكس يسوي عالمة استفهام سيغونت وش مطلب منكم تكتبوا لي نتيجة في صندوق التعليقة تاكذا هذا بنسبة تمرين ثامن وش رأيك في الحصة أسمع مليح أو مش مليح عجبتني عاية مليح تمارين وكل جاية بشوي بشوي حتى نصرنا التمرين مورك هاكذا ضرقوا أسمع راح نعطيكم زوج هداية أخليكم تحبوا التكنولوجيا راح نعطيكم واحد الأفكار هيدا اللي هننقرأوا هذه القرية صحيح نعطيكم واحد للحواج تعطيكم مديماراج كترحوا الجامعة إن شاء الله وتكملوا الجامعة وتعرفوا بالتكنولوجيا بسيطة جدا لازم تفهمها أعطيكم الحرب أعطيكم القنوات لتعلمكم الحفيظة جمع هاكذا شوما معي جمع نحن نبدأ في هدية هذي صحيح كملناها مزات كنا أسئلة مزات هي هاي نكملوا أسئلة أسمع قالك سؤال ثلاثة قالك ما وظيفة كل من ديوتوني مقاومة بي ومقاومة بي ثني هاي نبدأ ديوت ديوت شو وظيفته وظيفته قصر بلسبة لأنو خمسمية وخمسة حمسين هاكذا تي والبي اثنين هي ضبط أو تغيير تواتر الأف وظيفة تغيير صحيح هذه بنسبة لأنو خمسمية وخمسة حمسين والبي هذه بنسبة لسيامها صحيح إذن نبدأ ها نبدأ بي ثنين إذن بي ثني نجمع مقاومة متغيرة وظيفة هذا الضبط وبما أنه هذا التركيب وظيفة تتوليد إشاة ساعة إذن بي ثني ووش وظيفته ضبط أو تعديل نو 555 ولا ضبط التواهد. هكذا. رحوا البي. البي هذي مقاومة المتغيرة. وين جاية؟ في سياموس. وهذه الدرجة واضيتها توليد إيشارة الساعة مع انتها وشوضيتها الضبط دور تيل خاص ببوابات سياموس. إذن بي وش هي ضبط الدور خاص بواش بوابات نفي سياموس. هذا بنسبة بي. رحوا لي بعدها ديودي. ديودي هذا وشوضيفته اسمها? قصر أو حجب اي. قصر أو حجب مقاومة اي. اثناء واش. دي ما إجابتك نحبها تكون دقيقة. اثناء واش? اثناء الشحن. صحيتي. إذن ديوش وضيفته. قصر مقاومة اي. اثناء الشحن المكثفة في اي. او 500 وخمسة. هذا بنسبة لسؤال رقم تلا. صحيح. رحوا لسؤال رقم ربعة. قال لك هل يوجد خطأ في التركيب أم لا. حاوصل الى المقاومة اللي جي فوق الاند. صحيتي. اللي تحمي المدخل البواب ناند. ماشي اند. ناند. وزيدي. كين خطأ اخر ولا ما كانش. عاي خمم به. شو هم يا يمي. هذي وشيها وشيعة. وهذا تتمغنط. وش يتمد حق الميناطسي. او الخطوط حق الميناطسي يرجع ليها. وش يتمد لي قوة كهربائي المتحرض. في حالة الحصر هذي. هذي الوشيعة وش يتمد لي قوة كهربائي المتحرضة هذي وش قادرة. قادرة تتلف واش. تتلف المقحى الاثناء الحصر. صح ولا لا لا. هاي. باي حلوا المشكلة هذو. وش لازم يزيدوا لها العجلة الحارة. اوكي. ما تفرجتش انتي حصة سابعة تعطون زيستولياني دائرها. مالي شاكي. شوحي معي. سؤالة ربعة قال لك هل يوجد خطأ في هذا التركيب؟ نعم. الخطأ الأول. واشي هو نبدأ في الخطأ الأول. الخطأ الأول في هذا التركيب. هذا المقحى لو كان نركب له الوشيعة هذي. شو شح يصر له. شو صرع له. يحترق. يحترق. وش هو السبب بسبب تيارات تحريضية نتيجة عن تحريض الذاتي للوشع. بنحلوا المشكلة نجيبوا ديوض. مش لازم يكون على التوازي في استقطاع بالعكس. ونرطه بهذا الشكل. وهذا الديوض شو نسميه. أسماء سميه العجلة الحرة. على سماوة العجلة الحرة. لأنه تيارات تيارات حرة. يصير له يبقى يضعه. على شكل عجلة وينفض على شكل حرارة بمفعول جوه. صحيح؟ هذا بنسبة للسؤال له. بنسبة للخطأ الثاني جاوبتيني عليه صحيح. قلت لي يا أستاذ. إذا الخطأ الأول يجب إضافة ديوض العجلة الحرة لحماية المقحى الميناء الوشعة. ثاني خطأ ما هو البوابة هذه قادرة تتلف لأن الجهد في لحظة معينة يطلع 3 على 2 VDD بان تتحكمه هذا الجهد شنزيده بها ويتلف شنزيد البوابة بان حلوه هذا المشكل زيده Air 2 Air 2 شوظيفة تتحديد التيار لحماية مدخل بوابة 2 عاية وإذا الخطأ الثاني يجي بإضافة مقامة لحماية مدخل بوابة 2 الأولى صحيح هذا بنسبة التمرين رقم 8 ملاح تمر رقم 8 هيا رحوا الهدية رقم 1 شوفيا أسماء بعد مقرجتكم لتوليد إشارة ساعة نحطيكم واحد الخطط هكذا خليكم تخدموه وش معناتها الأمور اللي ديتها من عندي تبدو تخدمو بها أفكار هكذا شو في الهدية الأولى شو في الهدية الأولى وش عطيت لك عطيت لك خدمة المذيع المذيع راديو شتي راديو هذا راديو شفي راديو هذا وشفي فسطوش كي النظام يختار تواثر إذا الوطنية المطابقة للتواثر إشارة الدخول كيفية مثلاً أي مذيع قادة تجيب إذاعة حضنة إذاعة الجزاء إذاعة القسنطينة صح أو لا صح سوء المطر كيف تجيب إذاعة له وكل إذاعة عندها تواثر لفريقونس تحا صح أو لا مثلاً صحيح صحيح مثلاً لفريقونس ينقلوا 10 هرتز لفريقونس قسنطينة مثلاً 15 هرتز كل قاناة عندها لفريقونس وكام من مختلفين في لفريقونس لو كان يكون عندهم نفس لفريقونس لفريقونس تحيصر لهم يداخلوا في بعضها صح أو لا أي أي إذن هذا التركيب وش فيه نحن أعطيك هذا التركيب هذا التركيب وش هو نظام يختار تواثر إذاعة الوطنية المطابقة للتواثر إشارة الدخول وتواثر إشارة الدخول هذه وش مددتها لك باستخدامه باستخدام باوبات سياموس ركما يا وهذه باوبات سياموس فيها مقاومة متغيرة وش معنتها لازم نديره مقاومة متغيرة بها نزيده في لفريقونس ونقصه في لفريقونس صح أو لا لازم نوضبطه هيا كل ما نزيد بي وش يصير الدور يزيد أي تواثر وش يصير له يزيد ينقص تواثر بسكو تواثر وش يصير صح أو لا كل ما يزيد الدور صحة علاقة العكسية صحة شو معي من بعدها هذه الدارة التوافقية الداخلة وش فيها جبت لك الإشارة الأولى شو في إشارة الأولى إذاعة تمثيلة اعتبرت بلي إذاعة تمثيلة أجمعها هذه مجرد فكرة بركة ذا كل تواثر تعمثيلة مش حتكون إشارة موربعة ميحب ندى أن نوصل لكم الأفكار مرة ديكت ترحل الجامعة كنت أتأخذت ملافريقونس واحدة إشارة موربعة صحيح كم الأفريقونس واحدة عشرة هرتز هذه مسيلة تم إحدى واحدة لأف واحدة لأف لا يهم نش دورتي لا يهم نش نش نحن نقوم بأفريقونس واحدة إذاً هذا هو ما تخلوه وعطيتكم مثلا إذاعة ثانية إذاعة قسنطينة اللي هي خمستاش هرتز تدخل هذا الهد موربعة 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 تحديث موربعة هذه المرجعية هذه المرجعية نقارن به صحيح وإذاعة تبجي إذاعة تبجي أفطر وإشي سوي عشرين فهذا ما يقول إشتعل قبل لا أخي نسيتنا أنا نخدم عليكم بكامل أوكي إذاً إذاً عندي إذاعات وش هو السؤال مطلوب مني حاب نخرج الإذاعات في المخرج هذا صحيح إذاً هذا هو المخرج صحيح السؤال مطلوح المذيع هذا كيف يختار الإشارة من هذا الكلام؟ على مما ما لأحسب علي الوث أيها يجب أنك يكونكون إنها لكم تقلص إشارة الإشارة حاجة اوكي ملاحة راكي تتمت اي نكمل هيا شوف معي من بعدها من بعدها نجيب هذه الاشارة واشياء هي اشارة سيموس تعد دخلانية اللي يخدم بها هذا التركي صحيح هذه واشي هي لماديتها لك هذه المبديلة هذه المقامة المتغيرة بي اشتهاء هذه هذه العجلة تقاف المذياء والله يزيد صوت وتنقص صوت هذه هي المقامة المتغيرة اذا هذي مقامة متغيرة هاني سميتها لك بي وهذا القيم المتغيرة صحيح من بعدها من بعدها الاف نجيب نعرف البي وشي سوي البي تعال بوبة سياموس كتشوفية بوبة سياموس كتقدر تخرجها بي وشي سوي احسبوه واحدكم اجمع بي خارجوا عبارة دورتي بعد اخرجوا بي اذا بي وشي سوي بسوء واحد على اثنين ألف يستيألان ثلاثة يكون ناقصها صحيح نكمل وهذه القيم تعد دارة المرجعية اللي يقارن بها الميديا صحيح سألك سؤال ايوه إذا الحالة الابتدائية لا توجد إذاعة لا شوفي معايا المقام المتغير تساوي عشر ألف لو كانت تروح تحسب التواطر أحتقيه وش أحتقي التواطر أحتقيه أقل من عشرة هرتز هكي معايا بعدها جماعة نبدأ كلما نقص في المقامة وش يصير التواطر يزيد الله ينقص يزيد صحيح شوهي هحنا نصم لك إشارة هذي إشارة لافريقان شتي لافريقان ستعسي يا موس اي ايوه الانهار اللي يولي هذا يساوي أحد الإشارة هذو هذا الميديا يخرج الإشارة تعل الولاية صحيح شوفي الإشارة هذي أسكو تنطبق على إشارة هذو ثلاثة ولا لا 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 مش لازم نديره نبدو ننقصه د في المقامة شوفي ننقص فلمقام شوفي شوفي نقص المقامة عست زياد نقصها لا توجد إذاعة شوف بعدها شوف تلاحظون ذلك شوف الدور هذا والدور هذا ولا كيف كيف ولا لا لا إذاعة تمثيله ايوه إذاً هنا وشي يقول لك إذاً هذا التركيب مشي يقارن يقول بي هذا الافريقونس يسوي تواتر مارجية عسيا موس مع انتو وشي خرج لك خرج لك إذاعة تمثيله إذا ما شجيك تخرج لك إذاعة تمثيله فما تظرك موش معنت هالافريقونس يتنقصه عن طريق مقاوم المتغي نضيد ونقص الأفريقونس هذا نضيد ونقص المقامة ذي بي نقص الأفريقون سوف ننقص لا شوف الأفريقون سوف ينقص الأفريقونس الأفريقونس أذا كان الأفريقين Ps إذا ما هي المخرج المخرج فدا لك sanctينا نضيد ونقص المقامة كلما نقص المقامة يضيد التوات wiz أراه الب infusedgoing ما يصبح له؟ ولا تلي الدوات التعليم هناك يجي القبيل يتحدث عائل، إذن ما هو؟ هنا ما هو؟ ما هو إذاعة بجاية؟ لكن كنت لها 20 هرز هذه الإشارة توافق هذه الإشارة إذن ما خرجوا ما هو إذاعة بجاية ولكن مثلا يقلبواها 0 ohm شوفت ما سيصبح؟ ينقص بزاف؟ إذن ما سيخرج له؟ إيرار ما خرج إيرار؟ يقول لك لا توجد إذاعة، ما كانش؟ سيكون هناك مقاومة إيرار سيبقى هناك إيرار هذا بالنسبة للهدية الأولى هل كنت متأتي بها؟ فهمت بها؟ نخدمه بالإشارات لا أفهمت أخلا مرة أخرى أن تذهب إلى الجامعات و تخدموا الإشارات هذه تريد أن تخدم أي إشارة في رأسك و تريد لها نظام الإختيار والمقارنة هكذا، أنا أعطيتكم نظرة سطحية ما نعطيكم؟ نعلمكم كيفية تصيدون الحوتة مرة أخرى أن تصيدون لي سمك القرش و سمك الحوت الأبيض إن شاء الله تصيدون بإذن الله هيا نكملوا إن شاء الله نذهب إلى هدية رقم الثنين هدية رقم الثنين أسماء وش هي؟ للجامع، أكيد للجامع ليس لأسماء، أنا أتحدث معها الهدية للجامع وش هي؟ كيف حقق توليد إشارة سعة في الواقع؟ حاب نحققها في الواقع لو كان قادر أن تتعلم أسماء تحققها في الواقع؟ 50% في الواقع، نفت الشريء صحيح، نرى معي أسماء أول حاجة نبدأ وتحقيق تجربات باستخدام باوبة سياموس كما قدرنا حصة الماضية 22 باستخدام N.O.525 شاهد معي أول حاجة أول حاجة باوبة سياموس وين يلقوهم؟ باوبة نوت و ناند و نور وين يلقوهم؟ طبيعتهم؟ نعرف في دارات المندمجة دارات المندمجة سيركوي أنتيقري التي قرأتهم السنة الثامية صحيح، كما هاري، شاهد معي كما هذه السيركوي هذه السيركوي، ما هي؟ جمعنا نخدمه بسيركوي سياموس باستخدام إشارة سعبة و باوبة سياموس هذه السيركوي، شركة صنع تحاب توشيبا جاء في اليابان هذه السيركوي، ريفرانس تحاب تيسي، ربع لاف و سعى أعرف ما في وسطها؟ أعرف ما في وسطها؟ ماذا يجب أن تقوم بها؟ جيبي داتابوك ركي معي؟ تذهب الكتاب المعلومات تعصر كوي أو طريقة أسهل؟ تذهب إلى جوجل اكتب تيسي ربع لافتسعة ديرونثي يخرج لك صورة أو ما في وسطها صحيح؟ نعم وهذه النصف الضائرة، ما تتمد لك؟ هذه النصف الضائرة هذه النصف الضائرة تجعلك تعرف تعداد الأرقام تعرف شكل واحد وثنين وثنين وثلاثة تعرفي الكحلى تعرف القطل واحد إذن هذه النصف الضائرةما يقول لك؟ أبدأ أحسب عكس عقارب السعة ما عنده هذا القطل أبدأ منه واحد زوج ثلاثة ربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة حديش تلدطاش تلدطاش وخمسة حمسة وستطا سطح صحيح هذه السرقة هذه السرقة هل ترقمتهم؟ هل نها أرقمتهم؟ خرجوا عندك ترقية من بعدها لو كان نحي الغيلة شوش كين فيها شفتي ربعين سفتسعة وش فيها وش فيها سيموس فيها بوبات سيموس وش فيها النوع البوبة نوت فيها ست بوبات نحن قد نحتاج بوبة بهنوالده إشارة تسعة نحن نحتاج زوج بارك صحيح أسما لو كان ملقيتش بوبات نوت وش تدير في هذه الحالة رحت السوق ملقيتش هذي سركوي معوضها بحاجة أخرى يائما بوبات ناد يائما بوبات نار آيو هكذا إذن هذي سركوي هذي سركوي وش هيها أربعين سفر واحد ترح تديرها في جوجل ترقميها هكذا بنصف الضائرة وبعدها كتناحي غيلة افتحها في جوجل وش يقولك تحتوي على أربع بوبات وش هما نار صحيح ملقيتش بوبات نار وملقيتش بوبات نار وش تدير في هذه الحالة لازم دي محل وش لازم نتحوص على بوبات وش هما ناد 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 بوبات نافي خلادي ما نقوله نافي نخدمه إشرة تسعى بوبات نافي اللي فيها الدائرة صحيح إذا نحوص على بوبات نان إذا نجيب سركوي أخرى إذا هذه ربعين حداش لو كنشوفوا بنية الداخلية تحنا نقاو فيها بوبات نان بعد دير في جوجل تلقيه إذا كنا نحاول الضيطاء تحتوي على ربع بوبات نان إحنا إحنا أنتم وماذا بكم كجو تطبعوها في الواقع شوفوا بوبات ناط هي سهلة ما فياش أسلاك بزير أوكي بس كولا لازم خمسة وستة تقلبهم مع بعض وثنين وواحد تقلبهم كتلة واحدة إذا نباش نخدم بوبات ناط صحيح نحاول نطبقها في الواقع ما يجب أن نطبقها في الواقع ما يجب أن نطبقها في الواقع سنجب تصير كوي صحيح هذه هي VDD وهذه VSS VDD هو الجهد الموجب و VSS هو LAMAS صحيح لكن هذه هي نوعية سياموس وهذه ANC ما معتها نوكوناك 3-4 صحيح ما نحتاجه؟ نحتاجه بطارية تمدل VDD نحتاجه المكثفة تكون غير مستقابة مع أن تتمشي على الجهتين التي تمشي على الجهة من تصل ونحتاجه المقاومة هكذا هذا التركيب ما هو هذا التركيب؟ نحن نطبقه نحن نطبقه أول شيء كي نبدأ شاهدنا البوابة هذه و البوابة هذه مربطة معكم نربطة مع بعض نحن نعمل نعمل بوابة هذه وهذه نحن نحتاج أخي نحتاجه صحيح مادة 3-4 شاهدنا ما يجب أن نغذيه السيركوين نغذيه السيركوين هيا لا أبهم ننساه إذا قطب 16 كي نربطه بالقطب الموجب ها ورح شاهدنا هذا يربطه بالبطارية وزيدي وقطب الثمانية كي نربطه بالجيند بي اس اس هو زي ربط هاي ورحي هاكي 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 نربط ثلاثة مع البوابة خمسة هاي وبوابة تقليفية ثلاثة مع خمسة صحيحتي اذا وش لازمنا نربطه ثلاثة مع ربعة ثلاثة مع المكاسفة شوفي المخرج تقليفية هاكي هاي مربط بالمدخل هاكي 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 لا تقليف هذا المخرج التقليف يروح sarà مكاسفة هاكي هان يربط المكاسفة وبين 패 تقليفة؟ البوابة نقطة تلاقي هذا من بوبة من بوبة، رحت المكثفة، من المكثفة أين رح؟ رح النقطة هذه أو لا لا؟ مفهومة؟ أي هكي، إذن هاني كتبت نقطة حدي، من المكثفة أين رح نعود؟ نعود نحن على المقاومة هاني رح الشعب في المقاومة ها بدأت من بوبا، رحت المكثفة، المكثفة رحت فيها حلت نقطة مقاومتي من بعدها؟ هاي، من بعدها به نظام تعيمي بزج، لازم نزيد مقاومة الحماية، يا اخي هذه ايه 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 اذا هذه نقطة لازم نزيد هاي وراها نزيد مقاومة اخرى بتحميل بوابه هذي باش نربط هذه المقاومة بالبي بالنقطة خمسة هالي مقاومة ايه 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 بالمدخل بوابه هذي اللي هي رقم خمس صحيح ايه ايه اكملتوا العمازات كملتوا العمازات سايح ايه نزيد همال probabilيل المزلية ثنائيه ضوءية بهالي لازم يشاهد ثنائيه ضوءية شاهد بهي الشعلوم يتفضوا بهناعرف بالل pound الثنائي الضوئيه وله لا يدش في قطب طويل قطب قصير قطويل هو القطب الموجب والقصير هو القطب السابه اذا هذا اللدفش نرطو خي نoruAA هذا الخط هذا الخط يعني يجيبون نقطة هذه ونديوها هنا صحيح والليد هاني ربطت بقطب الموجب وش لازم يدير الليد وش لازم ينغلق للدار هذا القطب هو نديه نديه البطارية قطب السن شتى هكذا من بعدها بيت فضلي جيان دي مالفين وربطهم على الكتلة هي كتلة هذه البطارية بطار فيها قطبين قطب زيد هو موجب والسن هو جيان دي هو اللي يغلق الضار افهم تفهمين صحيح من بعدها انا اعطيت لك شغل البطارية يحوج لها موجودة في الضار تفهمين من بعدها ولازم بطارية لازم تكون خمسة فوضة ثمة فوق تفهمين من بعدها اسماء وش نديره هاي نمشي شوفي شوش يصير شعلت ايوه اهنا وشدرنا كوليد اشارة ساعة باستخدام بوابات سياموس جماعة كين وحب الاشكال قادر يسرى لك كين جماعة يطبقوها ممكن يسرى لهم مشكل اذا صار لك مشكل وما شعلش الليد وقيت ليد لابس عليه وش يقول لك هذا البوابات سياموس لازم تعاونها تعطي لها الدماراش بوابات سياموس بات يمشي تبدأ لك اشارة ساعة تعطي لها مساعدة وش هي المساعدة هذا القطب نقطة هذي وش يزيد اعطي لها جيان دي على شكل نبضة وش معنتها جيب ضغطة كشتير ضغطة هذي وهذه الضغطة نربطها نربطها بالفي سي سي بالفي دي صحيح من بعدها هذه الآن نعطي لها جهد في لحظة بارك نعطيها الدماراش نعاونها كما المحركات كشتير محركات كم المحركات كم المنشوش لازم تعطي لهم تدوير لول لحظة الابتدائي دورهم تساعدهم وهي دور صحيح لها هذه الضغطة لازم تعطي لها جهد في لحظة الابتدائية إذن شوف نضغط على الضغطة شوف نضغط عليها الضغطة خفيفة بارك شوف ونفتح هذا مكان شوش يسره إذا ما مشاتش لازم ينديل حالة ابتدائية لازم ديرها حالة ابتدائية صحيح تي ما عندها تعاونيها لو كان ما يمشي لك شتركي بهذا وهذا الدرسة جماعة لكل أساتين اللي حابين يطبقوا تجربة سياموس مع التلاميذ تي حمارة أعطيتكم كل شي عليها صحيح كين حاجة أسماء شوف هي أسماء شوف هذي وشي هيه؟ سيارة هذو اللي للتاحباش يخدموهم؟ بسياموس هذه هي صحيحتي إذا نضغط على سيارة الشرطة ولا الدرك ولا سيارة الإسعاف ولا كامل كيف يخدمونها هذا كذو يشعلون يطفى باستخدام توليد إشارة سعية بوابة سياموس يابواش يابواش نو 550 غش تمتعتي ولا لا لا نعم 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 نعم